اشتركوا في القناة اعيب عليك ما تصغرناش قلتلك هرجحها لك عروسة جديدة بورقاتها ماشي يا أصدر ربنا مفقك مش فاهم أنا طلعتوش ليه كده زي كل البنات يعني حلق حلو سلسلة جميلة شعر كيرلي مش معقولي يعني مش مش مخلف خنشور أنا يعني ماشي يا عم شكرا وقال إن أنا مضايقك في إيه كنت عايز نطلبق زي البنات الفرافرين لكل حاجة أقول لك الحقني يا بوابي الحقني أنا ماشي بتاعت الكلام ديابة يا ستي قولي أنا راضي أنت ننتي الوحيدة عايزة أدلعك شوية يعني طب ده منظر واحدة عايزة تدلع الحقيقة لأ أنا اللي أدلعك بالترينج الحلو ده ده جديد أه جديد يا أبا جديد خلاص أنت بلافتيني يعني بالشوية دول الصراحة أوه طيب يلا روحي اتنقعي فتشت ربسه ومية عشان تشيلي البلاوي الزرق دي هو أنا مهببة قوي؟ مهببة بستين نيلة يعني بس عالي يعني مفاش حاجة روحي عملك أنا شوية فول بزيت حر بصلتين خضر كمون حاجة مايقدرهاش اللي بيكينيكي محترم زيت يعني أرجوك ما تغرنيش بس أنا للأسف هفطر النهاردة مع الزنان لموأخذ مين؟ يوسف؟ هو فيه زنان غيره في حياتي مزربة يوسف باقس والله العزيم بس قلبه طيب وغلبان عالبركة ربنا يجعله من نصيب اه احنا قولنا ايه؟ لو هل ماشي حاجة قاعد على قلبك ومربعه يعني بزمتك حد يسيب الدلعة ده كله ويمشي بس إنتي أنا راضي بس إمشي أنا ماشي يا فعل عشان روحها لها قاعد معا شوية بقول لك يا تدوا بتاعك خلص قلت المورطان يروح يجيب لك دوا عشان انت كل مرة بتنسي تاخده حبيبت قلبي تفكريني بماما الله يرحمها الله يرحمني يلا حبيبتي يلا 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 حبيبتي سلام ييد اه الفوتة قاسة الفوتة ايه البندي ده؟ انت مضيت على كده؟ اه يا فندم انا مش شايف ان فيه مشكلة خالصة بعتلوم ايميل علشان يلغوم يلغوز زي حضرتك انا خلاص مضيت عليه مش عاجبني عشان تعرف بعد كده ما تاخدش اي قرار لما ترجعلي الاول حضرتك عاملي توقيلي عشان امشي الشغل ومش عشان اعطله انا خلاص صلعت من المستشف والتوكيل ده انا هلغيه ومن الاسبوع الدي انا راجع مكتبي واعمل حسابك تعمل هولدل كل القارات اللي خدتها لغاية ما اطع عليها الاول يا انا فهم من كده ان حيطك مش وصلك في قراراتي مثلا يا صباح الفل نوع رياحي ماذا جا حاجب؟ ايه صباح الفل ايه حبيب ايه؟ ما لفين صار قدومي؟ عندي حماتي انت قلم صحيح بقدري كده رائح النادي يا ابنى قد افتر معالي زي الناس والله ما حالها اعجب اصلا انا يا جميلة مستهدى نفتر سابه بكيه حرجع الجالي عشان عندي قرد رازة مسلمة هو انت يا ابنى هتفضل كده ما بين الجالل وست جميلة مش فاهم ايه يا ايه انت ايه اللي مدهيك؟ ايه اللي مدهيني عايزك تنزل معايا الشغل شيل عني شوية قلت لك انا راجع من الاسبوع الجاي سيب اخوك براحته اوه سيدي صاحب الشركة بنفسه قالك سيب اخوك براحته ها فكك مني بقى ثم انا اجتلك الشركة هخرملك الدنيا انت عارف ثم باركة فيك مفيش فايدة هتفضل طول الوقت كده عايش لنفسك طب ما انا كمان نفسي عايش لنفسي شوية نفسي فكيني يا سيدي يوم مين منعك بتعمل اللي انت عايزه يحيا قلت لك انا راجع للشغل الاسبوع الجاي واح عاجب انت واح عشان انت ببسط سلمني على جميلة قلت لعايز مني حاجة عايزك تبقى مفسود طيب يا باش انا مفسود طيب انت مفسود يلا سلام سلمني على الارد الصغير قل له عمك هيقطعك بوس لما نشوفك سلام قلت عشان تفتر لا انا استاذن حالتك عايز اروح الشركة بس عامل شوية حاجات بعد اذنك ما يا مهر نفس تفاقنا عليه ماشي ما تناقشنيش يا مهر واعمل التفاقنا عليه سمعني ما تبينيش بروتة بقى يا ماري متعالي الوادي يصف شكل متضايق وعايزين نفكه شوية لا ما تخفيش هو اول ما يشوفك هتفك الواحده انا غلطان ان انا بكلمك خليجي بتلقحة قاعدة اوانتي هتقابليه فين اصلا هيكون فين يعني في النادي هروح اعقض معاه شوية ما تيجي بقى بوطر لي غليصة طب جميلة بيقولك افلي انا معيتي لفهم مهم ماشي بوطر يا معلم انا وصلته والله العظيم بارجن اهو خلاص والله ايخ بيت ذنك خلاص جيد يلا ماشي بوطر اوه يا حاج جدا انا عاسب جدا والله ايه ده ما عافشو زيادة حصل لا والله مارس ده الباب رايح رايح تب رايح انت بقى يا الله عدس لا 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 ازاي تخط بالي والله العظيم ما معدية لا والله ما يصحش اخلص والله ما معدية بس انت لدي سفيرس لا 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 مايش في جنوه لدي سفيرس ده خالص ها خالص يعني انا فاكسة الفول يا ابويا يا قواطي وانت قاعد بتلوغي الوحدة يعني كل التأكير ده وكمان مكلتيش الفول العالمي بتاع اللول صراحة انا قلت اللي انت دعيفت قصاد ونفطيه انت المفور تكون عارفنا اكتر من كده معلش هاتخرت عليك شوية عشان الطريقة تنزحمة وكان فيه عيل كده قاعد يستظرف في البوركينج بس تمام ما اقتلت واني ما طول ما حضرين ركبة البتاع اللي اسمه السكوتر ده وجنبه البتاع اللي انا مش عارف اسمها ايه لغاية دلوقتي وشايفين واحدة قمر ركبة لازم يقضي عاكس يا فاند واكيد طبعا حضرتك ها فضلت يترازي بيلي الصط熱 انت عرفت من انا رزيتو ما تبقىش جميلة إلا لو كنت عملت كده ومش بقيته كله فرقت النادي كله عليه ما هو المهزق وجاب التهزيق لنفسه بس أنا كنت لسه هاهزق بس ما لحقت شهر أس pickle هو الله هيا ها 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 آه هاي، اللي فأخرين أنت حكد درنا ح أزائه وصمه إيه فيه إيه بقى لا، ما ده الشهد إخلاص فإيه بلده طيب قصة جميلة أنا أفكر إنها سافر ماشي سافر لني معلم في فيينا وأكمل حياتي هناك يعني إيه؟ يعني قصدك إنك تهجر؟ تب وبابا وأمك المراد وأنا وكل الناس اللي بتحبك إيه؟ مكنتش عارفة أن أنت أناني أناني؟ أنت اللي بتقولي كده؟ لا أنت أكتر واحدة شايفها القرف اللي أنا عايش فيه بقلي سنتين من يوم ما رجعت من لندن وخانقات بابا ويحيا ما بتخلص ويحيا مش عايز يخرجني من دماغه يا جميلة وأنا خلاص زهقت من المشاكل ثم أنا مش قادر أفهم إيه العيب؟ يعني إن أنا أكون عايز أعيش في هدوء فتهرب ده الحل بالنسبة لك تمام يا عيوسة فعمل اللي أنت عاوزه بقى بس بتستانيش مني ناس أقفك وقولك برافو يا جميلة أنا ها تجوزيني؟ محتياز ها؟ هي أقبش عليك ولا إيه؟ والله ما عارف فيه أنا جيت أتدور لقيتها ما أتدورش ما يلازم ما أتدورش ما أنت بتعرفش تسوق متشكر يا سنتي طب أوريني كده؟ بس بس أنت بتشمري راح في هناك هوا أشوف لا لا أنا الميكانيكي بتاعك هيصلح إيه؟ ميكانيكي؟ أنت بتسلم عليك؟ طب استني استهدي بالله ما أنت بتقولي ميكانيكي وحرحة؟ استهدي بالله هتعملي ورين فهميني؟ هوريك أنا هعملي ما فريني؟ هبصيتك، خش يلا إركب أناها، لما قولك دور تدور، خد الشنطة أخد الشنطة؟ خد، إخلص وأنت فاهمها بتعملي ولا بتفتي؟ بفتي؟ لا ما تخافش ما بفتيش وقت بي بتفتي إنجس، إركب دور كده؟ لا ما داريتش طب استني دور تاني؟ دور يبقى غير لات كتاوت 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 ماشي يلا هات الشنطة وتعلى الدنيا زقا يلا زقا الورا كده تقدر يا بشبانس يلا أيوه بس، 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 بس بعد الشباب ما عيش فتك، المرة جديا إن شاء الله اللي تشوفيه حظر لا 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 واحدة واحدة عليها مشافش كده ماشي إن شاء الله خيك نقول طور يقولي حلبوه يا عم مئة ألف مرة قلنا لك ما تفرقش بين ولادك تاني هتقولي بفرق بين ولادي على عمل ما بفرق بينهم قبل يا رجل اتقل لا بقى أنت بتعمل يحيا زي يوسف ده يوسف ده ملك متوج نادي ورسم ومزيكة عايش يحيا هو اللي شارب المرار خفي إيدك عليه شوية انت عايز نشغل يوسف غزبا عنه دوات هنان عايش بمزاجه وحب يعود برحمة زيه زي أمه ده سيدي ما قلناش كده ماقولك خفي إيدك على يحيا شوية ده لواب ديقعب بالأسابيع في الشركة سايب مراته معقولة كده طي ايه اشتكتلك بقى مش لازم تشتكي مش معنى إنها ما اشتكتش إنها راضية لا بس هي بنته أصول نحبش تفضع الدنيا طب إيه رأيك بقى إن امراته دي أكتر واحدة وقفة جنبه وبتشجعه كمان ده سيدي عارف بس يعني خف عليه شوية مش كده أولادنا ربناهم وتهبنا عليهم بس ماينفعش ربك على نفسهم كده برضو ليهم أحلامهم وماينفعش نخليهم يحققه الأحلام اللي إحنا معرفناش نحققها ماينفعش سيبه يحقق حلمه بطريقته ارفع إيدك عنه شوية طيب طيب خليك في حالك إنت حاطر قول إنت بتشوي إيه ما هو ضامي وفي ثلاث حتة تليح ليك لوحدك؟ لا ما إنت حتاخد نص واحدة إنما لو هوبت ناحية الاثنين ونص التمين انت عارف طيب سيبك بقى من وجع الدماغ بتاعك ده ورح شغل الست خلينا نسمح حاجة بدل الدوشة نتعملها حاضر بس أرجوك ما تنامش عشاوي عارف أنا بتنام وحسمع شخيرك من جوه أنا عارف يا مريومة مش عارفها اللعبها يا خبر؟ لا طعلا أنا لعبها سوا مريني يالله يقدهم قول لي مريوم جود نايت وطلع خسل سينك جنات يا مريومة جنات يا روحي بقول لك إيه؟ إيه؟ أنت عارفة أن يوسف طالة بإيد جميلة؟ يعني إيه؟ هو إيه يعني إيه يا مريومة؟ ما تكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا بلاش يوسف هو بإيد يعني يا سارة أنا نفسي عارف أنا نقصني عشان ما يحبنيش يا حبيبتي انت زي الفل مش نقصك أي حاجة خالص بس زي ما أنت بتقولي هو الحب مش بقيت حد وبعدين يا مريم أنت وجميلة صحاب من زماني قوي أكتر من الأخوات مش هينفع بعد لعمر ده كله تخسروا بعد عشان خاطر يوسف أنا عمري ما أخسر جميلة كده كده أنا بس اتفجئت قلبي وجعني أنا تعبت يا سارة ومش عارف مش عارف أطلعهم من جواي ولا لا أنا نفسي ارتاف أنا أحس بيك أحس بيك يا حبيبتي طب هيا جميلة وفقت ولا قالتي متعرفيش مقصة هي الشاحن كمان يا ساتر مش عارف أنا بتودي الشواحن فين أنا إلا أخلي شاحن ليكي وشاحن ليه أعوذ بالله يا ساتر يا ساتر يا ساتر أغيران لخينه جميلة ماتردش عليا؟ أه عاملي فيها مأموص مش كده؟ ماترد مني يا يوسف؟ ماترد مني؟ ماترد مني عشان ترسم الموجه ده؟ قيب عيب إحنا كبرنا على الكلام ده مش كده أيه معلم فيه ماترد علي عيب بقى كده؟ أيه كمية معلم اللي انت بقيت تقولها في يومك دي؟ انت بتكادة أنك بنت؟ واجبت بنت كبان عندك اعتراض ايه شايفني ولد؟ بصراحة يعني بالأميس الكراهات اللي أخضر المشجر ده على شبه المج أنا مش عارف أقول إيه بصراحة يعني طب أقتم بقى بدل ما أعملها معاك أقتم معاك يعني ماشاء الله بيئة بيئة أنت يا ها بيئة خالص أقولك حاجة بصراحة الشكل مش لقيها كلام خالص يا مام ماشاء الله كبناش حيبك كبن طب أقولي عملت إيه معا يا إحياء أنا فيك يا صراحة جدت يا ولا حصل أنا في صراحة مش بسدق البني عدم ده من قيمة بركز فنزولك الشركة إذا كان عبوك مش بركز معاك أهضر أنا إحياء يا فرق معايا بصراحة عايز يقدرني وخلاص ليه بتقول كده يعني أكيد يعني أخوك عايز مصلحتك أي كلام يا جميلة إيه حياء لو يطولي بدلني بورق وأعود وشغل كان أعمل كده أخوي أنا عارف أنا مش غير الشغل ومصلحه وبس عمره ما حاول تتكلم معايا يسمع مني زي إيه اللي خاتمة بيعاملهم بعض يا جميلة أنت عارفة وإحنا صغيرين كنت لما بعمل مصيبة بروح أجري أجري على بوي عشان أعترف على نفسي عشان عارف إن إحياء حيفتن علي مفتكرش في مرة اللي أنا طلبت من إحياء حاجة مش عشان هيرفض لأ عشان ما تعودتش إن أنا أحتاج أخوي طب ليه ما تحاولش تقرب منه مثلاً وتكسر الحاجز اللي ما بينكو ده يو يا جميلة أعودت كتير روي بس الأسف هو ما بعرفش يتعامل معايا كان نفسي يحبيني كده زي ما أنا بس هو لازم طول الوقت يفرد رأيه علي أنا مش عارف أكون نسخة تانية من إحياء يا جميلة مش عارف هي بيبي هم أدهم حيقضي اليوم بكرة كله مع ماما واليوم حيبقى بتحناني هم أدخب بكرة جايزة كيف ليه هي إحياء؟ ليه يا حبيبي؟ يا إحياء فاكر آخر مرة سافرنا ولا خرجنا كان إمتى؟ أنا مش فاكر أصلاً إحنا تجوزنا إمتى؟ يا إحياء إذا أنت كنت بتقول لي تعيين روح السخنة الصبح ونرجع بالليل يا ستة هتبريني زمان قلطة ودلوقتي بصلح غلطتي يا إحياء يوم يا إحياء يوم بصي أنا دلوقتي عندي شغلة ماشي؟ فأنا أوعدك إن في يوم من الأيام أنا هطلعك السخنة صدرات دي يا إحياء وحشتين يا إحياء يعني هو اليوم دل هيفرق في الشركة؟ أيوة هيفرق يا سار عشان أنا عندي شغل يا سار ولو مروحتش يوم واحد الشغل الدنيا هتقف لأن أنا شغل الدنيا كلها ممكن أشتغل؟ ممكن؟ فضل تصبح على خير والله العظيم أنت أجدع وأحلى واحد في الدنيا دي كلها كدو والله والله العظيم عشان كده بقى رفضت تتجوزين لسه؟ موسي يوسف هو اللب لواحد لازم يحب عشان يتجوز يعني وبعدين إحنا لو بنختارش نحب مين ومنحبش مين يعني مش بمزاكنا يعني يا يوسف أيوة يا جميلة وليه ما تخترنيش صدقني أنا سألت نفسي السؤال ده كتير جدا بس ممكن عشان أنا شايفها الحب مثلا زي الامتحان نبقى داخلين وكده مش عارفين الإجابات لكن أنا عارفك يا يوسف وعارفة كل الإجاباتك والله أنا مش قادر أفهم يعني لو أنت مش بتحبيني عشان خاطر أنا ضغري وصريح معاكي وهو أنت حضرتك لازم تحبي اللي يعني بيحور عليك ويلف ويدور عشان تحبيه يا لطيف بالنسبالك ولا إيه بس شبكاتك؟ والله العظيم لي عايزة لده ولا ده؟ وما حريك عايزة إيه؟ عايزة يحرك كل إلا أنا عايزة أنا عايزة متطمنة ولا متطمنة معك وأنا كده يوسف ولو بيننا حاجة تانية إيه اللي حيتغير يعني؟ كل حاجة هتتغير ايه؟ أنا دلوقتي لما بكون عايزة أي حاجة بجرع عليك من غير ما فكر تمام بقولك كل اللي في قلبي من غير ما فلطر ولا كلمة ماشي يا جميلة لكن لو أنا حبيتك هفلطر كل حاجة في قلبي يعني عاود أفكر أقول إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش لو حبيتك هخسرك ولا مش عايزة أخسرك يا يوسف وتخسريني ليه؟ تخسريني ليه؟ احنا ممكن نحب بعض مع بعض ورطاف أقولك على الحاجة؟ على فكرة شخص يزيز جداً كرابة تحبيني كرابة تحبيني يلا والله والله مش هينفع ليه مش هينفع لغبطة مش هينفع أنا بخاف من اللغبطة وأنا يعني بطوطن من الحاجات دي وأنا مش عايزة هتوجع يوسف لو سمحت بقى غير الموضوع لو سمحت غير خلاص بقى يا خربيت أم القلدمة بتاعت وشك عاجبك كده قدية واستخد والله العظيمة أنا ما فهمك بقى وأنت كويس ولا وحش اللي اتنين ساعة كده وساعة كده زياد زياد ما تقولش زي بس وأنا قدر أعمل ربع اللي انت بتعمله ده انت قلبك ميت يا ابني وهو ميت فعل دي الحاجة الوحيدة اللي انت قلتها صحي من ساعة ما جيه طيب وآخرتها اي امان هتهرب من مين ولا من مين دي البيت النورة دي لوحدها مصيبة أنا خايفة الصبحة لأم خلاصة عليها يا عم فعل الله ولا فعلة الله خرب بيت معرفة يا عم أنا مال أنا عايز مصلاحتك نادر انت بطلت تحبني ليه؟ بنت حلال أخلع أنا بقى طيب بس فاهمني ما انت مش كنت بتحبني زمان؟ عمري ما قلتها بس انا بحبك طيب يعني انا وانت قربنا من بعض عشان ننسى حاجة قديمة نشط انا مكنتش ببعد عن حاجة بيك يا نادر والله مش مشكلتي اني وقت ما حبيتك كنت انت بتنسى حاجة قديمة ولا مشكلة انا كمان طيب بص يا حبيبي احنا ممكن انه جربتيني شيل بقى البلوك اللي انت عملهولي على واد ساب وعلى فيسبوك نورة يا حبيبتي انا ما عملتش بلوك عشان نشيله احنا قصتنا دي خلاص خلصت انتهت والله لا بسم مزاجك يا بابا انا اللي اقولي امتى يخنص وامتى لا انت فاهم؟ نوعه اهو اهو اختلي حمادة سواني ايه يا جميلة بالزعيل مرتضى ليه؟ عشان قلت له مليون مرة ما يخشش الجراش وبرده ما بيخش وما بيسمعش الكلام يا بابا ما يخشش الجراش ليه يعني؟ الراجل بيشتغل هنا يحتاج حاجة من الجراش بينظف حاجة ايه المشكلة يعني؟ ولا الجراش فيه سر مش عايز احد يعرفه لا سر؟ سر ايه؟ لا اكيد مفيش سر انا كل الموضوع ان انا بقى مرتبة حاجتي بطريقة معينة ومش عايز احد يلغبطها لي اهو هو الجهاز بتاعي بيعمل عنديك ايه في الجراش؟ انا مش هيلك ترميه من زمن؟ اه بس ارميه ليه خسارة؟ هو اخ وردة وملوش لازمة بس انت عارف ان انا بحبه وبحب فكرته وانت لو كنت تكملته كان يبقى اختراع عظيم انا ما كملتوش لاسباب محددة اتمنى بتنسيش الحكاية دي وانت ليه كبرت الموضوع قوي كده؟ الالبوم بتاع ماما اللي قلتلي ضاع اهو لقيتو في قطك في مكتبك مكتبك اللي بتفتحيه كل يوم انا مش فاهم تتعملي ليه كده يا طب ممكن ما تزعلش مني حقك عليا معلش حربتي انا مش زعلان انا بس مش فاهم ليه عايزة تحرميني منشوفة امك اش انت كل ما تشوف صور ماما وبتفكر الزكريات بتزعل وانا مش عايزك تزعل يا باب حربتي الزعل والفرح ده مشاعر انسانية من غيرها ما لبقاش عايشين خد اي بالك الشخص اللي معرفش طعم الحزن ده مسكين محروم وهو حيعرف منين طعم الفرح اذا معرفش طعم الحزن خلاص بقى كفايا كلام كبير بقى خلاص بقى يا بنتي خناتين انا هاسفق الحاول يلي حدش حالحق مني يا عبد الحاج جدا اذا علاني؟ لا لا يا راعي حنا بنقتنقش يعني بنقش بنحاول نفهم يعني اه يا أيها يا الأخبار بدعيلي بقى بدعيلي حوارضة يخلص النهاردة يا بنتي تهدي ما مش قادر أخد نفسي مش بقولك بيتي برطع يا باريما فين أيام لما كنا مليجري بالساعة والساعتين يا جو كل عاد ما كبرت خلاص ما عانش فيها حجة فرهدتك دي بتعي تصور طب يلا يلا مش قادر والله يا حلوة ما نتنزلهاش بقى ما نحن منتصور ليه مش فاهم لو نحن منتصور عشان نفسنا ولا عشان نوري الناس لا عشان يوري الناس طبا لا طبعا احنا المفروض الحاجات دي عشان لما نجبر كده ونشوف الحاجات دي نقول ايه ده الله ايه الحلاوة دي الكتاف دي يعني فاهم الكلام ده والنبي العنق بتاعك ده يشليني ما الناس كلها عايشة حياتهم غرقها صورها على الانستجرام عادي كلهم فاك وفلترز وانتي عارفة كده كويس وبعدين اصلا الكابلز على الانستجرام دول كمان يلا هوي عادتل زي بقى كل واحد اتصار مع واحد ماي بيب ماي الله وفي الاخر اصلا بدروا بعض بالشباشي ايه من عندك عاقة اهمن انت تعرفيني اه اية انت عاشم ااذ انت تعرفيني اسمي ايه ايه طب مش عايب أعرف اسم صاحبتك ما عرفش اسمك أنا جميلة طبعاً جميلة اسمك إيه بقى؟ اسمك اسمي جميلة اه اسمك اه ايه مش حاجة تانية انا جميلة تمام؟ احنا متأخرين او يبا احنا لازم نبشي اه فاهم فاهم انا جمان عن تمريد بجد؟ طب يلا بصوتنا شفتوك شفتوكو؟ شفتك باي باي شفتك مش كده يا جدو الصورة دي مش زي دي شايف؟ اه ملدي هتركب فين؟ صحلة خالص اختار واحدة تانية يا أونكل أونكل يلا الغداء جاهز يلا قدهمي عشان نغسل ايدينا امسك دي يا جدو انا هقومك مينة دي تبابنتي يعني انا عارفها اكتر ما هي عارفة نفسها ما يقول ركش يعني انها عاملة جامدة وبسبع رجالة سيحنا اينا قوي ورقيقة طيبة قلبها طيب قوي واللي فقلبها على لسانها ولقلمك ما بتخبش عني حاجة اللي لو بتحبك كان زمان هقلتلي يا دكتور انا عايزة اتجوز بنتك انا ازهقت ممكن بلاشت فازلكة وتقول لي عامل ايه؟ شوف الحمار يقول لي فازلكة عامل لك ايه؟ انت اللي غشيم مش عارف تخليها تحبك غشيم؟ يعني بعد كل اللي انا عملته ده وبرده غشيم؟ ده لمن ساعة مرجعت من لندن وانشغلها مرمطون اقول لك انا حاجة انت صح انت ابوها تعرفها اكتر مني قول لي قول لي اعمل ايه؟ اكسبها ازاي؟ اصلي بنتك دي لو زي بقيت البنات الموضوع كان حيبقى سهل شوية دباديب شوكولاتة اضيت انبه بنتك عجيبة وما بيعجبهاش العجب ومش بيدلوا عاملت الحركات دي تقول علي عائلها اه والله العظيم قول لي بقى توقح ازاي؟ ولا اختخالك؟ توقح ايه بقى بقى فنت ما تحسن الكلام عايزني علمك ازاي توقع بنتي؟ ده انا بقى راجل مش مظبوط يا لا عاش ولا كان اللي يقول لي عليك كده هكبرنا ما انت اتنيلت على عينك وقلتالها اقللش بقى انا مش حرف بقيت اقول ايه وما اقولش ايه اعمل ايه؟ مهي بنتك بنتك بخليش فيه مخ انت اصلا مخك ضارب قارس لي كبات مية حاضر احجبلك كبات مية بس تقول لي اعمل ايه؟ قول لي بقى قول لي اعمل ايه؟ انت لا استحا تشرب قول لي يا دكتور انتوا اصلا جير رايح في دهيه الفيسبوك لا سعى دماغكم كلكم نسخة واحدة وشبه بعض وكل واحد فيك وباصس لللي عند التاني ما بقاش فيه رضا ونفسكم قصير قوي نفسنا قصير قوي؟ ازاي يعني شوان؟ اقول لك انا يعني انت مسلا تسمع دقيقتين من الاغنية وتجري تحول على اغنية تانية دقيقتين وتحول على اغنية تالتة احنا لا احنا كنا نقعد نسمع الست ومكلسوم ثلاث ساعات نريح شوية كده ونروح دخلين على سيادة اللواء محمد عبدالوهاب يروح رائعنا ساعة ونص انما انتوا لا عايشين كل حاجة في وقت واحد وبسرعة بسرعة بسرعة مرضو حيقول لي بسرعة؟ انا افس افهم انت ليه محسسني ان انا متلهوج؟ انا بقى لي سنين سنين مستني بنتك تحس بي بعد اذنك بقى سدنا ملعا ولمة وانت رقعني حل قل لي حل كده اعمل ايه؟ هتساعدني صح؟ اه طبعا هتساعدك هتساعدني ازاي؟ بالسكينة دي وهخرقلك عينك مش ديه مساعدك في اسه برضو؟ لا مساعدة هم؟ وهو مش غريبة اللي بنتك بتبطيه وبتعمله فيه مش هتجيبه من بره ها هين هو انت اكيد؟ هك plaque مش عايزت تجوزيه ولا؟ لسا هتفكرين؟ حتى انت يا مريم يا جماعة اخرجناك exploring مش عايزة تجوز مش عايزة تجوزه حسنا ه covid اه هاه本当 nghĩكم بتغفير fragments لا احنا ما عدنا اتأجل يعني هوا انت uh matches ما التمرين برضو تأجل طب ما انت ممكن تقعد معينا لو عايز يعني لحد وعدنا ييجي ايه؟ ايه اللي ايه؟ ايه اقعد ولا؟ اقعد ماشي 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 مرحب يعني ونا مرحبة والله ياه اقعد تسرعك ولهواجتكم دول هم اللي حيوديكم في داهية ايمن تتكلموا قبل ما تفكروا وتعملوا الفعل وتنسوا رد الفعل وبعدين بتعندوا وعايزين تلوي ادراع الظروف على حسب كيفكم ومزاجكم يا دكتور يا دكتور واحنا لما نعاند ونصمم ان احنا نوصل لهدفنا حضرتك بتسمي ده عنده ولو يدراع من حقك تعاند بس مش على حساب اللي حواليك يعني تعاند على حساب نفسك ماشي انما على حساب بنتي لأ وبعدين ما تفردش عليها حبك ولما تصدك تزعل الحب ما بيتطلبش يا بقف انا مش مهم ايه بقف اللي انت بسكهالي النهاردة دي على فكرة بقى بنتك بتحبيه بس هال بتكبر اه وانا قلت انها بتكرهك يا بنيادم طب مثال بسيط تقدر تقولي لما بنتك بتزعل مين اول واحد بتجري علي ما احترام لك انت طبعا يا بقف مردو انا مش عايزك تقعد تدي ومستندي المقابل يا تدي من غير ما تستنى المقابل يا ما تديش احسن انا رأيي بقى تدي الاكل ده للك كلاب بدون مقابل وتطلب ديليفري احسن انت اللي تندم اقسم بالله بالخف المغربي ده على دماغك ميلا ما يتلكش عدرجة امت بنادي؟ لا ما قلتش يا بقف نعم انت بس عمال بس تديني محاضرات وتقولي الخوف وانت مش مسيطر اصلا وبعدين بقى اروح فيه ستة اشهر ده ولا ايه بقى بس احنا على طول قاعدين هنا يعني انا مستغربة احنا او مرة نشوفك لا انا ما بجيش كتير يعني حسب شغلي هو انت تبشتغل ايه؟ مهندس زيكور ايه ده جميلة على فكرة مهندسة هي كمان يا فعلا اه بس انا مش فنانة زيك يعني انا مهندسة ميكانيكا كده على قد ما تصدقهاش دي مهندسة جمدة جدا مفيش عربية مبتصلحهاش قديمة بقى جديدة لما انا جربت بنفسي لا مش درجة جمدة جدا ما تقفريش انت كمان والناب لا والله ما تصدقهاش عندهم عربية قديمة جدا تقريبا من قبل من تولد وهي راسها والف سيف ترجعها تمشي تاني غريبة يعني ان اه ايه اللي غريب في الموضوع مش فهم ايه دي هشرح لك انك بنت يعني ودماغك في الحاجات دي عادة للبنات يكون دماغة في حاجات تانية يعني على فكرة هو الموضوع مالوش علاقة خالص بولد ولا بنت الموضوع ليه علاقة بالواحد يعني مرتاح في ايه بيحب ايه كده يعني اخد بالك جميلة بستغاز جدا من الموضوع ولد وبنت ده لا لا مش درجة مضغاز على فكرة انا بيستفزيني جدا موضوع ان البنت محطوطة في قلب واحد يعني ما ينفعش تعمل كذا ما ينفعش تتصرف كذا يعني الموضوع المستفز يعني مجنونة ما يعنيش لا 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 تبا ام يعني متى عندنا باش مهندسات في الشغل بمئة راجل يعني شوفت؟ اديك قلت على ستة شطرة انها بمئة راجل تبليه ما تقولش ان الراجل ده مسلا بمئة ستة اولا دي مجنونة فعلا قلتلك مش هتعرف تسلك معاه و هو انا مش بكلمك بقالي ساعة مين الهواني اه انا اسف جدا عن اذنكم تعالي الله يا مريض اه جميلة لا 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 ثانية واحدة خلاص اذهب الان اشتني اقوي على فكرة تمام يا مهر فتشكل جدا هتعافة افان اتفضل لنت Hun مرور فيه عايز اقول لساعتك را حاجة بس ارجوك ما تظهرش مني خينا ما هل فيه ايه؟ يعني ايه؟ ابني سرعني؟ اكيد مش هجي بعد الموقع في الزبال اللي حطينا فيه ده طب ولما انت عارفة انو مش هيجي قاعدتين اصبوع من غير جاري ليه؟ انا تخيمت اتنى كيلو ما ضمنش ما ضمنش لو كنت شفتو كان حصل فيه ايه؟ يا نهاري سويت بقى انا يتبصلي كده من فوق لتحت بقولك ايه؟ بليش الكلام في الموضوع ده عشان ايه دمي بيغليه؟ لا وعلى ايه يا سيتي طيب احسن بقولك ايه صحيح؟ ايه؟ انا بكلم يوسف مش بيرد علي بيكلمي طب مني علي لا انا بكلم وبس هو بينطق بالعافية مش مصدق اللي يحي عامله لحد الوقت والله يا بنتي هو ببصع بعين علي قوي انا نفسي امسك اخو ده قرينه حطة علقة ده انا حتى صارة مش طيقة اشوفها لا ليه على فكذا صارة مليهش اي علاقة خلي بالك ايه مش عارفة تعمل ايه؟ يعني تقف مع جوزها ولا تقف مع اونك المراض والله يا هو الموضوع كله على بعضه كده عجب طب انت ماشي يا قاعدة لا انا قاعدة مستني يا ماما تخلص اجتماع سيدات النادي مهم جدا طنت تهاني وطنتناني والمامنا اللي اجتماعي بقولك انا ماشي بقولك انا ماشي بقولك لو عايز تعملي اي حاجة بالليل انا تمام بايبور انا فاضي او بايبور الو الو ايه يا ماما اجتماعي القمة هيخلص امتى انا عايز اروح ايه يا صارة انت كويسة؟ ويدا ايه الزي اللي عندك ده فيه ايه؟ طب خلاص ماشي هكلمك تقيني يلا با يعني انت برضو مش عايز ترجع في اللي انت عملته وتيجي معايا تبوس ايه ابوك عشان خاطر يارضع عنك؟ سيدي مش هو راضي عنك كفيه يا وجن مبروك عليك مبروك علي ايه يا ابني؟ اهدى اهدى يا يحيا كلا وصف نييتك عشان ربنا يكرمك ويرزقك ونخرج بالقرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ قرف ماشي يا سيدي ماشي يا محترم يحيا انا مسك نفسي بالعافية انا لو علي اقسم بالله العظيم ما سكوت لك ثانية على اللي انت عملته في ابونا انا بس عامل الاحترام اللي انت اخويك كبير اعمل ايه؟ مش عارف اكون بيع زيك و ايه كمان؟ ايه دي بقى التربية اللي ابوك ربها لك وفرحان بها قوي؟ اللي رباني ربهاك يا يحيا بس على اقل بقى تربية طمرت فيها فبقاشه النبي ستوانت اللي احترام اللي انت قافش فيها دي عشو بقيتش يلايق عليك كان الاولى تحترم ابوك اللي انت اللي هابته هو عايش شوف يوسف اللي انا بعمله ده عشان احافظ على فلوسنا ابوك اخر دي العامل وخسران فيه 2 مليون جنيه عايز نعمل ايه؟ اسيبه لغاية ما تخلينا على الحديدة انا عشان قطر اخب كبير وبفهم اكتر منك في الشغل زي ما انت عارف فانا عملت كده ماشي ايه؟ بس عارف لو حكبر وافهم وابقى كبير زيك بخليني صغير احسن لأ ما احنا مش هفضل ساكت لك كده كتير و لو هتفضل تتكلم بالطريقة دي يبقى تفضل يطلع بره اطلع بره يحيا انت تعمل ايه؟ اعملش اهاد استنى ايه من واحد اهربوه يوسف استنى لا غلطان انا جيت اصلا انت بتعمل ايه؟ انت جننت عايزاني اعمل ايه؟ كلها زمي تديدوا عليها يا سهرة يوسف مش غلطان يا يحيا انت لحطيت نفسك وحطيتنا كلها في الموقف ده قلتلك ما يخصنيش انا مش عايز اعرف عدلي بقى لو سعر انا مش هسيبك الا مش رحك ممكن تهدي استغفال الله العظيم انا هادية انا بقى لي اسبوع باجى دور عليك بس ادقت لقيت الاسكوتر ده راكم في الباركينج اهو فرهدت نفسك على الفاضي يا ستي يا رياضة الحمد لله انت مش لازم تبورلي انا تايم مع ربيتك بوازت وانا صلحت هولك عديني بقى لو سمحت ممكن بقى لاش عصبية انا مش بتاع الصغير اما لده ايه دايب بالراحة بالراحة انا اللي حصل مدايقنا انا يا جميلة عايز اعود معيك اشرح لك ايه اللي حصل ده ممكن نتقابل بالليل نتكلم بالراحة ممكن 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 عديني بقى وعد ما تقريبنيش مقى عديني سوري اني قلت مديني عديني ايش ايش عالش بس يا جميلة تأخديني معاك اقول الشارع والنبي انزل يا ظريف انرمي جرايض نعمل ايه حاجة في الجهاز انزل طب ودينا عربيتك طب عشان اخد رقم بك هنتقابل بالليل ازاي يعني اه صح خليه بالك بقى وانا مش هسيبك لما تاكل ما ينفعش كده امراض انت بيتشو صغير على الحاجات دي كل كأنه دوا يا رجل مش كده انت بقى لك اسبوع ما دقتش لقمة حبيبي انا حاس باللي انت فيه والله حاس بقارة قلبك بس ما ينفعش تفضل ساكت كده تكلم زحق انشالله تكسر الدنيا بس ما تسكتش كده امراض حبيبي ده ابتلاء وربنا بيبتلي الناس اللي بيحبهم تلك يا صاحب تلك يا صاحب صاحب قوي انا عارف بس انت قدها قدود يا صاحبي وبعدينه سيدنا يا عقوب صبر على أولاده وعميله ربنا يا كرم وآخر كرم ردله بصره وركع له ابنه كرم ومن واسعة مش كده ولا يا صاحب عشان خطري طيب خد شوية شربة كده حيفتعم حاول اولا اخوة ايبا منها مش حينفع كده امراض والله ما حينفع تفضلين بحلقلي كده كتير ولا حاجة؟ بحاول اتعود على الإنسان الجديد ده لا اتعودي عشان الفترة ارجعت في ظلم على الإنسان ده كتير قوي على فكرة هو انت مين يا يحيا؟ وإيه قسوة القلب دي؟ انا حاسة ان كنت مع حد تاني السنين اللي فاتت دي يحيا هو انت مش ندمان؟ عندما علي ايه؟ ده حقي انا باخد حقي انت بتكبر لي يا يحيا؟ هو انت تضحك علي ولا على نفسك؟ لا بصي بقى سنتك كله لو ما داية مني قوي كده قدري تروح لهم بقى لهم جوزي مش عاجبني وعايز تغير وهم ان شاء الله هيلو لك حل لا 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 يا انا مش فاهمة الراجل جايبك يقابلك لوحد الجيبان اللي زي براشوتة كده يعني اول مرة هقابله هقابله لوحد الدي كبان؟ ما انت قاعدت معابلك نا في النادي ما اعتبرش غريب يعني اهو الشوس اسكوتي بقى اهو 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 اذف ان احنا اتأخرنا عليك لا 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 زيك عامل ايه؟ طمعين؟ احنا كنا صحابة لنا فترة بس خلاص ابنا بعد هي بقى مش قادرة تقتنع ان احنا خلاص ابنا بعد كل شوية تنطليف حتة زي ما انشوفت مكنونة يعني ما تحكمش على حد ما تعرفمش ايه اللي انت تقولين؟ وعدين اكيد كان في قصة حب جامدة والبشا خلعة منها وهي اكيد مش قادرة تنسى مش كده ولا انت ايه؟ لا لا والله يعني لجامدة ولا حاجة انت قصة عداية زي ايه قصة وراحت الحلقة بس ايه مش عايزة استندها يا ده انا نسيت مومي من بدري عند الدكتور الوقت اتأخر قوي انا لازم امشي لا لا عاية اكيد اشوفة تاني ايه بقى؟ ايه لن لن نورت يا عم قولي بتشرب ايه؟ ايه اللي انت عملته مع ابوك دايح؟ ايه اللي انا عملته عمي؟ حق كان حقك بس ضيعتوا بتصرفاتك فيه كده؟ تسرق الراجل عينة عينك كده؟ تسرق تعب وشقايا؟ بعد اذنك يا دكتور ده تعب انا وشقايا انا الشركة دي انا شايلة على اكتافي من سنين لولاية كانت الشركة دي قفلت من زمان وعلى ايدك انا ما سراتش حق احد حق يوسف وحق بابا كل شهر هيروح لهم واتحط في الحساب بتاعهم ما على ايدك بابا مش عايز اعمل اي حاجة لانه يؤمر ويتأمر وشكرا وانا بصراحة فاط بيا بقى يعني مفيش فايدة يا حيا عموما يا ابني انا انا جايلك بس عشان خايف عليك خايف عليك من اللي هيعمله فيك ابنك لما تكبر فوق يا حيا ورجع كل حاجة مكانها الفلوس لما بتتحط فوق الراس بتطيها انت اللي بتقولي الكلام ده ده انت اللي مربيني عمي وعارف ان اي اخر همي الفلوس انا بحمي حقي ما عملتش حاجة غلط حقك ده تاخده بالسرقة تسرق الراجل وهو على وش الدنيا تم هو بقى له كتير عايش على وش الدنيا وما فيش ولا مرة اداني حقي عشان خاطر يا ابني راضي ابوك بوح وبوص راسه ورجع كل حاجة زي ما كانت وانا اوعدك كل حاجة هتتغير بقى الشينفع خلاص عمي ابوي انت اكتر واحد عرف انا لو رجعت له حقه هو هيحرمنا انا بقى من حقه يبقى علينا ووجع الدماغ ده بايه واجع الدماغ لسه مبدأش هيحي واجع الدماغ لسه هيبدأ انت فتحت علينا كلنا طاقة جهنم ومش هتتقفل دلوقتي وش درجة طاقة جهنم عليك؟ يعني انت كنت بتحب واحدة ومعزلك خلطها؟ حصل انا عارف ان انا اغلطت وسطيلا اي حاجة انو واجعها ده يعني كان لازم يبقى له تمام طب ويا فين دلوقتي؟ انا بقى لي سنتين ما عرفش عنها اي حاجة وكل اللي انا عايز ان انا شوفها وانه هي تسامحني بس مش عايز حاجة تانية على فكرة مفيش انسان واحدش بيندم وانت انا اتمنى بجد المهم كده انك تسامح نفسك اهم بكتير من نهاية تسامحك يعني خفف شوية عن نفسك انا بحاول اعمل كده والله فعلا طب على فكرة الانسان اللي بيندم بيتغير مينفعش تندم وبكات عط عاق واتلغط الدنيا لا 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 توبة مش عامل ده تانية اكيد طب سؤال مهم بقى معلش انا هي نورة دي نفس البنت اللي خونت حيبتك القديمة معاها؟ لا 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 طبعا مش هي ده موضوع تانية جي بعد كده كنت بحاول انسى يعني انسى واحدة فتعاكم مع واحدة تانية؟ انت ايه؟ خلاص بقى علان ايه خلاص ايه؟ تسويديها علي يعني بتلك والله خلاص توبة انا انا مش عامل كده تانية خلاص مشي تشرب ايه طيب؟ تشرب ايه بعد اللي انت قلته بقى تلوبي اكل نص فرخة ولا حاجة تمان؟ دديل نعم سمعت؟ يا حاج قاعد لوحدك كده ليه؟ مش جايلك نوم ولا ايه؟ تعال يا يوسف فات حاضر حبيبي خير يوسف؟ اه انا اب وحش يا يوسف اب وحش ايه؟ تاكدع اب في الدنيا؟ لا متخليش اللي هي عامله يشككك في نفسك تربتنا احسن تربية وعلمتنا احسن تعليم وكبرتنا وخليتنا رجالة عملت اللي عليك وزيادة والله العظيم لا اخوك عمل فيها كده ليه؟ انا اللي كنت بقس عليه فتعشان يبقى راجل وهو لا يشيل مسؤولية من بعدي يوم يوم يقوى يقوى علي انا يوى عن ايه ده اللي كبرته؟ يا بابا العيب مش فيك العيب عليه هو هو اللي خان ثقتك طب والله العظيم والله العظيم يا بابا لو عايز الشركة ترجعلك من بكرة الصبح انت بس شاور مش عاوزي تغور تغور كل الفلوس واي مليم كان السبب في ان ابني يطمع فيه طيب حبيبي قولي بس انت ايه اللي حيريحك وانا هعملولك صلى على النبي واحد الله واحد الله كلنا عندنا ذكرى لسه بتوجعنا وجزء مننا بحبوز جواه مش قادر ينساها وتكمل طريقه لحظة انكسارنا صعب ننساها لان دي اللحظة اللي بتحولنا وبتغيرنا وبنعرفش نرجع بعدها تاني اكتر حاجة بنهرب منها احساسنا بالوحدة بالفراغ اللي بيسيبوه جوا قلوبنا مش عارفين نملاوة ولا حتى عارفين نحب نفسنا من غيرهم وكأن اللي اخسرناهم خدوا جزء من حياتنا ومن روحنا معاهم دايماً أصعب قرار هو اللي بناخدوش منسين الباب موارب خايفين نقفده منعرفش نفتحه تاني المهم واسط كل الوجع والندم ده نحاول ما نخسرش نفسنا عشان الحقيقة انه فيش غيرها بقى لنا لكن الباب ده لو متقفلش بأيدينا عمره ما هيتقفل وكل لحظة خوف بنعيشها بسبب أمل كذاب خسارت من عمرنا ومن راحتنا وده الخسارة الوحيدة اللي ما بتتعوضش يمكن خايفين نواجه ونعترف إنه السبب اللي حصل لنا اللي أسهل بالنسبة لنا نلوم اللي حوالينا نخسرهم أسهل ما نخسر نفسنا صحيح المواجهة صعبة وقبول الواقع أصعب بالذات لما بنتطر نواجه نفسنا باللي تعاودنا نهرم منه ما صحيح المواجهة سيزح المواجهة سيزح المواجهة بالتعليق جاي جميل ما تيجي يال لا اجي فيهن تعالي انجار لا 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 انا ماليش في التنس انا اخرى رعب معاك معاك شكورة كده اوه اخرى معاك شكورة اه طب تعالي بس بسوكي المال عم ام اعرف يا ستة اومي خلي انا اضحك شوية اومي اوتي زايتها في اي زيتانتي اه اومي اوش والله هتعلمني يعني؟ اعلمك طبعا اعم ماشي اعلمي وريني بقى مص يا ستة ماشي تقفي كده ايوه ماشي ده فور هند ده اه ماشي اه دك الاتنين بقى ماشي اهو انزلي تحت ايوه انزلي تحت اهو يالله بقى الورا ده ايه ايه اه طب والسيرف بقى كده صحيح؟ لا 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 مش كده خالص كده هتجيبلي رواد صليمي ايه دي بقى احنا هره احنا نقعد طول يوم نعلم في الفور هند لا لا نعلمتني اليوم نعلم مهماً مهماً نعلم ليقلق روحي انت انا اتعلق كده وكده انت هتلعبي خلاص كده وكده طب انا اروحي الناحطان طب ايشي انروحو انا تمام يوم بس باقولك يعني واحدة واحدة حشما هنجش وخليها من راحة يعني يالا الله يالا اللا تعلمتها فين؟ ولا عمري بتكتم اضرب ايا نمني قلتلك أروبة ما بتخليبش في اي حاجس هو برج الأسد ده كده لما حط دماغه في حاجة لازم يعمل احنا فعلاً كده قوي بس ايه ده تعرفت من ايه أنا برج الأسد انا انا قلت له وبصراحة لازم يفهم هو الداخل على ايه اللي داخل على ايه اللي بتقوله هنا جات 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 ببماغي جات هنا يا فزوري يا لامي بتلابه بقى ايه حبيبي ما بتاكلش ليه مش عايز ايكل اجيب لك حاجة تانية مالك في ايه مين مزعلك ولو غلطان هخليه تقسفلك هو بابي ممكن يتقسفلي ماله بابي مدائك في ايه شان هو ما بيلعبش معي خلص وكمان زعل جده هو بص اللي كان بيلعب معي انا عايزة روح لجده يا مامي طب قوم يلا نلعب سوا والاقولك تعال نروح المال ونجيب لعبة جديدة النهاردة ونخش السنة لا نروح لجو ماشي يلا بينا نروح لجو ولو جده هناك ألعب معي اتفقنا يلا قوم يلبس بس ايه عليك يفور هند يا حكاية انا جامدة جدا انا اي حاجة بعملها ببقى قوية انا متهالي السر في الترينج ده ايه مواحش ولا ايه لا لا رائع جده مجد؟ تسعينيتي مهودة على فكرة والله اه فعلا ايه لم تش حازت ولا ايه؟ ماريب هتيجي معنا ولا اقولت لها والله بس سألتلي مش جاية مش عارفة ريه طب انت ايه؟ ايه؟ واكي مش هلمشوا على بعض يعني تعالي معايا وبرجعك بس انا اللي هشغل الأغاني يا باشا عربيتك يا باشا ماشي هيجي معاك هتعرف التسوق ولا هتقرفنا؟ يعني زي الترينج كده ويعني هتقرفنا طبعب ماشي بسم الله الرحمن الرحيم والله بص خش بقى في الروسيف اللي قدامنا وتبقى فول النهارة كده هتخش مكان ده ولا ايه؟ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طبعاً أكيد وأنا حقاً ألعب معك للصبح يا رائعك بقى طب يلاً ألعب مع مريومة شوية لحد ما تكلم عني لا أنا آسف مريومة ما أخدش بهلي حقك عليك يا رائعاً يا أختك يا ستي هتلعبي مع حبيب قلبي المخصمني هالك يا راجل أنت حبيب أنت بقى لمخصمني ولا إيه؟ مخصمك؟ هو في مالك أنت وابنك النهاردة البنية يا دراما ليه؟ كلمتك كتير قوي ما ردتش علي يعني أكيد يا سرعة ما أقصدش طبعاً مش مخصمك وأنا ليه أغيركم طب منين يا سوء خبارك إيه؟ أنا كويس بس عايزة أتكلم معك شوية عايزيني اتنين بيتزا سيفود؟ أي ده اتعرفت أني أنا بحب السيفود ده أكتر بيتزا بحب بقى سيفود آه في حد محبش لديها سيفود آه طبعاً آه زود صلطة بقى؟ تمام وصلطة يلا درش أحلى أوردر لأحلى باش مهندس في الدنيا عبيبي أدرش ماذا معنى بقى ميكانيكا؟ تقدر تقول كده عشان أنا صغارة كنت بحب بقى ويباوز اللعب بتاعتي بقى وعد وصلح و لما كبرت بقيت بحب بقى وزق كسة البيت كلها وعد وصلح يسابي ده أنا مرة بغوزت التلاجة بس معرفتش أصلح قعدت ثلاث يام الأكل بنتين جوة التلاجة مستعارب المهندة لا أصداد بس بباوحيات ربقاً قعد بستفني ما استفى بس الحمد لله يعني عدت على خير حمد لله لا أصداد جامد برضو أعرف صغر لا أصداد أي بس المكان مريح قوي نفسياً أنا أحسن أنها قاعدة كده جد والله أهو الله العظيم أنا العمل أنت بتحور؟ حور في إيه بنت يا شغل والله أنا العمل نحن في وضعات منتين اللي عمله؟ أهو الله انت طلعت جامد أنا كنت تفرجة مهندس كفتة كفتة إيه بس والله العظيم قلت انت مش شاطر بس انت طلعت جامد قوي أنا عجبني قابل بتاع لورا من ساعة ما دخلت ونفسي تصور معها ولا كيف تصورني؟ لا تتزليش بقى لا مش هحطها يعني تبقى حاجة بيئة يعني بس دي حاجة فور ماموريز يعني مش هلت اللي عملها؟ أنا اللي عملها ولا جايبها؟ لا جايبها ايه احلف؟ طيب يالله سوأني حلوة؟ رائعة مش هنزيلها بس يعني حاجة انت عملها برضو بحلو شكل يا عميتي أهوه بتاعنا بقى لاستغانة و هتخوش في كلام مش لطيف صح؟ لا والله أنا استغانة يعني حاسة ان انا مرتاح لك كده وعارفك من زمان اهوه لا ما انا عشرية هتحب بس فتاة ماشي الله متاضع اوي أمم مبسوتة؟ بص انا مرتاحة اكتر من منابسوتة حاسة ان اعرفك من زمان قوي وكفى انك قاملني زي مانا يعني انا مش زي بقيت البنات طريقتي وشولي والحاجات ذي ودايماً بابا يوصفي عضو الترياو علي وانا بصراحة بدأ بس محبش أعبر ومين يوصف بقى؟ ده تقدر تقول كده أكتر واحد صاحبي في الدنيا يعني زي أخويا بالظبط صاحب بس يعني؟ اه بس فيدي اه مش حاجة انت ايه بس دي؟ اه بس قال لي عمي ايه والله صاحبي بس اتعرفه بعض من زمان يا؟ اه جداً ده بموحن صغرية بس هو كان عايش في لندن ولسه رجع السنان اللي فاتت اه ايه اه مش دي البنت اللي بتجري وراك أه اللي هي متحبك دي اللي هي ايه؟ اللي بتحبك ايه روح انا جبari instincts انت بنيوا فاشر.'" انا مش عرف اعمل ايه يوسف ان نيش انشوف انكل خالص بعدها اياحي عامله ده وفي نفس الوقت ادي اهمل ايه زمرف اللي بي حصل ده كله أديك شايفة وزعلانة زينا مفيش حدا فيكو بيسأل عليه ده متعلق بقى أونكل أكتر بكتير قوي ما متعلق بياحيا بابا قلبه أبيض وعمره ما يستغن عنك أنت وقادة أنت بس سبيه ومين كده يروع شوية وبعد كده خد القرد يدوره حيله بقى بيعملك أن أنت منتصره أنت أكيد فهمها ده كويس مش هلا اللي حقول لك ثم أبوس إيد الكفاية صعبا يا عوضي يعني الوادك اللي يقول لي بخصمني وانت قاعدة بتتشاحت في أمه أو أقول لكم في الجالر يا جدعان هيو هتحكي كده هي إيدي يا جو دي إيه؟ دي يا سيدي سحرية لو أشوش تهاب أمنيا أمنيتك تتحقق واو يعني لو قلتلها أي حاجة هتعملها لي هم؟ أحب تجربها؟ أوه أوه فضل كل ده مش تهاب إيه؟ ولا هتخبها لعمك حبيبك قل لي قلتلها من أنا عايز فلوسك الشرقات بابا مي هادي الدنيا من شبه أبا ثانية وإحنا بس نتايس فلوس ليدتايس حاجة يوسي قديها لبابي عشان ما يروحش الشغل ويوحل معي شوية مش بابي بيروح الشغل عشان يبقى مع الفلوس أنا بقى عايزة أدهانه طيب تعالا تعالا قم نرسم شوية ازايك يا يوسف؟ ازايك يا ماريف أما الفين جميلة لأ ما أنا سبتها بقى ما كانتش فضيها ليه كان مرها إيه؟ خرجت مع مين؟ مع واحد صاحبه واحد صاحبه؟ اه مع صاحبه مين؟ واحد صاحبه من النادي النادي؟ اه ايه مالك؟ ايه يعني هيكون مالي؟ ما هتخرج يا ستي وأنا أبوها هم ما هتواريني بترسمه ايه؟ هكون بارسي ميا يا ماريف بارس ملوحة جاي وراك جاي وراك ما تهزريش في الحاردة البيت دي مجنونة اه هي يا ماريف مختلفة في الأكلة منها لله اه رب الكابوس ده يخلص والله حاس نعيش فيلم رعب رعب ايه؟ او الكاميدي يا توا شوتش رائكش متعك لما شفتها أنا كنت هاوت بس بصراحة ياني ايه؟ اه؟ اقول اكتر خيرك لك ما الحاجات دي ميبدأك يا كيشو سويا لا انا بحاول ان اقلم نفسي لشان شاكل الموضوع المطول بس اولك انا حاجة عارف كاليا صعبان عليها اول يعني مافيش حد طبوعي يبدل يجري ورا حد هو مش عايزه يعني شكلها مرت بتجربة وحشة اول والله هو إحنا الاتنين كنا مرينها بتجربة صعبة يعني فاااااا اتفقنا نعمل نباونة أنا تمام بقى، هي فاجأة قلبت الموضوع كده فاااااا.. أسبتك تكمل له إحنا بقى وطبعاً زيك زي أي راجل قلت لها لما وعدتك يش بحدها وخلعت والله مش بالثبت يعني بس أنا كالمفتوم الأول كده إيه آااااااااااااااااااااا اللحجح بس أعرف إحنا دائما بنجمع متأخر في الموضوع يعني لا تتعودش تلوم نفسك عادي يعني ساعات بنبقى الواحد عنده فراغ فيه ملاد بإنسان أو إنسانة بس بقى بيتمليش والله فعلاً؟ لو مش مع اللي بتحبه ما يتمليش عرفة لو في قصة الناس كلها وقلبك ده فاضي آه فتحس إنك لوحدك بقى إنت أوفر وقلبتها دراما توموتش إيه بقى؟ بقول لك إيه؟ استني استني هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ تعال إيه نتعال إيه خدي بس أصلا هنأكل 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 إيه هنا؟ أوه هنفرش يعني هنفرش هنا هنفرش هنا؟ إنت ما لفتني وما لفتش الصلطة؟ لا ما لفتش أخفت بقى لفت الصلطة كهتفتش عليها أوه أنا ما خرجش إلا ما تطميت إنها مشي قزرت العربية إيه؟ أوه شو ما بقى تبقيت صلحيها؟ أنا بصلحها يا رأي يا مراد هم مش بيقولوا ابن الوز عوام ابنك ده طالق خبوء كده المين؟ علموا يا رئيس دربوا ده أنت أستاذنا وما علمتنا يعني؟ والله العظيم انت طبقات آخر زمن أنت عارف؟ أنا لو عندي بنت حلوة زي بنتك والله ما خليها تغيب عن عيني ما عشان خبوء خبوء؟ خبوء؟ خبوء بتسخر علي يا أبويا؟ ماشي يا عم أنا عدالك بس عشان قلت عليها حيث بالصراحة وانت يا حلوة انت أخرت كل ده ليه؟ يا أمك يفهموا أنه مش ولاية أمري عارفك أنا جميلة علامة وانت يوسف النوري بس أشي تبقى فاهم مش حكلك مش فهم أي حاجة ماليش معاليش يا ميلة بيونكوش يا حج والله أنا مش فهمي الصراحة ماليش ابننا برضو فاش حاجة أنا شوهم أنت أبويا ولا أبوه الصراحة وانت بقى كنت كل ده قعدة في النادي مع مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم هيا هجيبلك مياه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كلي كلي يا جميلة علامة يلا 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 احنا بستنينك بأنا كتير يلا بسم الله الرحمن الرحيم كلي يا امام كلي امام امام انت شايفني بعمل ايه؟ بتبصيلي كلي بسم الله الرحيم هادم بيعمل ايه هنا وطعبان ولا ايه؟ لا طبحت ايه ودي وطه؟ لا هينام جانبي النهارد سايبه لك بجعمتك على سريرو رحنا منك بسم الله الرحنا منك بسم الله الرحنا منك مش بابا بابا بقول كل مروض ماله ما في حكاً أنت مخبية عني؟ أمك مراد حيروح من يدايها مش عارف أعمل إيه عنده تلايف الكبد إحنا أمر ديناش نقولوكه عشان ما نخطوكوش بس من الساعة اللي حصل بينه بالياحية مكتئب بياخدش الدواء جسمه هيتأثر جداً وحينهار تماماً وأنا متكتف مش حارف أعمله إيه بس أنت مش متكتف إنت عندك طريقة ممكن تساعده بيه جميلة هتفعل ما نتكلمش في الموضوع ده تاني يو اسمعني بس للآخر جميلة لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده تاني نهائي انسيه خالص وعدين بقى أنا أول مرة أشوفك يا إس قوي كده دايماً بتقولي يا جميلة كل حاجة وليها حل إيه بقى؟ حاجة لما بتمس أقرب الناس لينا كلام بيخلص كل الكلام إن إحنا بيفضل نقول للناس تحس فجأة أنهم ليش أي معلوم عارفها يا جميلة؟ إيه؟ مرادي بالذات بيش أي حل بقى أكيد في حل يعني طب إيه رأيك نصفره؟ هون طلعوا اللي هو فيه فكرة قضية حل يا جميلة هي فكرة حلوة بس أنا أبويا مش واحد زعلان عشان راضيه أنا أبويا مقهور أنا أبويا عامل زيل قصر ضهره طول ما هو ماشي في البيت حزين قتاية من الدرجة إنه هو بيلوم نفسه على اللي حصل بيحاول يبرر لإحياء اللي عمله أنت بتخيلها؟ معلش يا يوزف والله أنا عارفة بفعله لا 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 معلش أنت معلش أنت بجد عشان الكلمة دي بتعصبني جداً يعني إيه يعني أنت كونش بيب تقولها لي يعني أخويا السناء أنا وضحك علينا وانت قلت إيه معلش بابا بيدعملني ومش عارف أعمل له إيه وبرضو بتقول إيه معلش معلش عام بيها إيه هترجع بابا زي مكان ولا هتغير لأخوي أعمله ولا يمكي هتخيطح لا موس لا بوس انت بوس انت أنا تمام معلش هاقفل الموضوع ده وعديه وحلازم من استسلمش ما يفعش نشوفه باك بيروح من إينا يعني وما نلاقيش أي حل أيوة يا أمي أنا أعمل إيه والله العظيم ما أقولك على حاجة أنا عملت اللي أنت قلت عليها طول يا بابا يلا نسفر يلا بينا أنا نبست عارفة إيه قال لي مش عايز أعمل حاجة أنا قصة من بالله ما عارف أعمل له إيه ما هو الموضوع مش صغير زي ما بتقول يعني فمش هننسيب سفرية أيوة أنا خلاص دماغي وقفت مش عارف أفكر مش عارف أعمل إيه طب أنا عندي الحل إيه بس سوايني انت هيفضل سر ما بدي يا سيدتي وعادتك قولي فاكر الجاهز اللي بابا اخترعه زمان؟ لازم لازم أيوة أيوة افتكرت اللي هو كانش عايز يكمله وبابا فضل يزن عليه عشان يسجله أنا كملته بقى وبقى جاهز لا يا جميلة مش حامل في أبويا كده لا استني بس اسمعني يا يوزم لا يا جميلة تأمو كده اسمعني تبقى؟ قلتك لا جميلة فين بها زفوك؟ جاهز؟ جاهز إيه أنا مش هم حاجة جاهز يجعبوكي أنا اسمعت وكنت بتكلمي يوزم لا أكيد حضرتك فهمت غلط لا يا فهمتش غلط يا بنت أنا مش جاي أعملك مشكلة حضرتك أنا جاي لك عشان تساعديني أيوة بس حضرتك أنت نسيني يا ابني يا جميلة بقيت متأكد أني دي كل حاجته؟ أيوة جمعت كل الحاجات اللي في البيت ما خلتش حاجة تفكرني بيه ونبيت على كل اللي في البيت ما حدش جبل سيرته يا بنت خلينا نبدأ طب يا حريك متأكد من اللي إنت هتعمله ده؟ يعني مهما إن كانت ابنك برضو ما ينفعش مهما إنت متأكده؟ أنا عمري ما جربت قبل كده بس اللي قدر اطمنوا لك ياه لو هو ما عملش أي حاجة يعني مش هيدرق ما بلاش يا أمك لو النبي؟ يا خليق يا بنتي طب مستعد طب مستعد جميلة عمك مراد كان بيعمل إيه هنا مبارح؟ إيه؟ عمك مراد كان بيعمل إيه هنا مبارح؟ آه ده كانت جاي يسلم عليك قبل ما يسافر أنا مش فاهم هنا سفر إيه اللي طلع فيه فجأة كده؟ حاجة غريبة والله طب كان استنى شوية بس أسبر كنت خدت أجازة بالمستشفى وصفرت معا جميلة حبيبتي أنت كويسة؟ أسيبوا بروحتي يا بابا تلاقيه عايز يغير جو شوية بس معناش ده أسألك مش عنه أسألك عني إيك إنتي مالك شكلك مش طبيعي؟ مالي أنا زيل فل لهو على بابا برضو إيه؟ الوقت دي يوسف زعلان مني كل إيه؟ يوسف على طول زعلان مني إنت عارف بقى الموضوع ما بيخلصش ده؟ دايماً هو مزعله ما خليكي صريحة معاه قولي له كده بوضوح ما ينفعش والله العظيم طول عمري واضحة وصريحة من أول يوم قولتوله إن إحنا إخوات بس هو عقود ما حسسني إن هو مجروح مني هو مش الرجلة غير الستات يعني الرجلة بتبقى أقوى كده؟ ولا هو يوسف يعني حسات زيادة ولا إيه؟ لا لا ما بتقسش كده خلص مشاعر الإنسانية ملهاش مقياس ولا نوع فيش حاجة اسمها قوي وضعيف وراجل وسدق يعني هو يفضل طول عمره زعلان ولا هينسى ولا إيه؟ ولازم التجربة تكتمل عشان ينسى يعني الحزن والألم مراحل كتير لازم الإنسان يمر بيها كلها عشان يتخلص منها زي الجرح كده بيكون إشرة حميم للتلوث وكذا أول ما الجرح بيخف خلاص إشرة بتقع من نفسها مش بنقاحة بأمر ولا بزرار مش كده؟ ممكن ننسى بزرار؟ إيه؟ إيه إيه؟ إنت فيك إيه يا بنت مالك؟ ما أنا قلت لحضرتك إن الموضوع.. لا 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 كده الموضوع مش موضوع يوسف في حاجة تانية على أي حال؟ لما توز الكلمة معي أنا تحت عمرك في أي وقت هو أنت يا بترديش على تليفونك لي؟ يوسف كلمني عشين مره عشان يتمن عليك إيه ده المدافع دي؟ إزاي حضرتك يا أمكر مخدش بالي والله أنا أسف عاملة إيه؟ الحمد لله ها؟ قطع عننا ليه؟ عرق الندالة ده ضارب ليه كده؟ والله أنا عارفة إن أنا مؤثرها مع حضرتك بس اسأل جميلة أنا لسه ساحب الشغل والدنيا متلغبطها خلاص، يا ساتري يا ربهم بهم ناخدش منك اللي شوية دول شكوى مفيش حاجة حلوة في حياتك؟ خلص؟ مش طبخ حاجة؟ نعم يا أختي مش طبخ حاجة جعينا فيه؟ لا مش طبخ، استعالي نحرفش جوه ونعمل حاجة يلا هيا إلى سبيل المعباس يلا يلا جميلة مسائل فقول لها ست الكل مسائل نوريا سي يوسف حاسيب بقى اللي في إيدي يلا يا ابني واحد ضل لك الحش لا 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 استنى بابا اتعشع معا بابا مين؟ ده بابا سافر من بدل وهو ما خبركش لا ما خبرنيش هو فجأة سافر لوحده كده؟ غريبة أبويا ده برضه صح؟ طب مالك يستفر فين؟ لا والله يا ابني ما سألتوش عزول ما ما سألتوش وما خبركش وانا بنت أمر روش انت ارتع حبيبتي طيب مش عايز مين يا حبيب؟ لا يا قلبي طيب يا حبيب تزبع لخيب لو ارتكت حاجة بس اندع علي حاضر يا ست الكل تسلمين يا حبيبتي رحت في هنا حق إن الهاتف الذي طلبته غيره متاحا الآن ممكن قلبه هو أنا يستقلع يا بابا انا بفكة اروح عمل ميكرو بلايدين هيغير شكلي قوي انت اي رايك؟ مصر حنف ايه؟ ولا نقول في مين؟ ايه؟ انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ بقولك عايز اروح عمل ميكرو بلايدين ما سيجي معي والنبي وهنجرب سوا بس يا ماما اولا بتاعت الكلام ده ميكرو بلايدين ايه والكلام ايه لا يا حبيبتي انت بنت لازم تحتمل بنفسك اكتر من كده وانا عشان بنت لازم اغاير في خلقتي؟ لا طبعا انا مليش هلا في جاو بقى ميكرو بقى انا اخرى عمل قلم في حواكبي وعدين انا مليش بقى في جاو انت بتحطي ايف في ايدك؟ في جالي؟ مليش هلا فيكرو بلايدين لا ايه؟ انت امر في كل حالاتك بس ده ما يمناش يعني ندلع نفسنا شوي عشان تبقي ملفتة وكده طب بزمتك هبقى ملفتة المين؟ استعباطي استعباطي بس ابت طب بزمتك مفيش حد في دماغك كده عايزة تلفتي نظره حد في النادي مثلا؟ اقولك الحاجة انا عمري مهابذة المجهود على تنحب اللي يحبني يحبني زي ما انا كده مش هغير نفسي طب ويوسف يعني صحيح هو ملتفت لوحده وسطا انت عادة ايه؟ جميلة هو انت ممكن في يوم الايام تفكري في يوسف؟ انت عبوتها ابت؟ يوسف ده يا اخويا متأكدة؟ بالمخد ده وعلى وشك احترمي نفسك احترمي نفسك اتلمي يا نهار السود هي الساعة كام؟ دي مامي انا لازم امشي لازم امشي اما اللي عملنا ليه قاسد قدام الناس يعني باي باي يوسف بكلمك هزو ترد بطميني عليك اه زي كاملية ما عمل ايه؟ معلش شناس بس فيه اردر معي لازم اسلمه فهخلص وباكلمك حاضر تسلمي يوسف انا قدام بيتك ومش همشي لما شوفك قدام البيت؟ ده عبيد ده ولا ايه؟ أستغفى الله العظيم يا رب اللي بيقول علي أنا المجنونة أم اللي إنتي بقية؟ إنتي بتعمل إيه؟ أهيه آبني؟ أم أنا أعيز أتطمن عليك أطمن علي أمك؟ إنت عرفت بيتي من أمك؟ بابو إيه اللي عرفت بيتي؟ أنا هغلب يعني أنا سألت وعرفت أنا دلو عادي أعيز أعرف حاجة وأم أنا زعلتك في حاجة وأنت شافني زعلانا أنا مش زعلانا خالص أولا على الوش ده وميزد إن ده وشك الحقيقي؟ بص يتزاعي اللي فيه مالوش علاقة بيك خالص والله يعني همليش دعو بالقصة دي لا خالص خلاص يبقى حكيلي بقى طب ماشي بس بعدين عشان خاطري معلش يعني انا جاي من مشوار بعيد وتقول لي لي بعدين جاي مشوار بعيد دوي او والله طب خلاص انا هحكي لك خلاص لا مش مال يا عمي مش بعد ما تقول لي حكي معك هتامشي طب خلاص يحكي لك بص انا عملت بمصيبة مش عارفة لاتي كده هتكون ايه بس اترى راب وصيبت ايه بابا دكتور مخي واعصب شطر جدا تقدر تقول كده عبقري في مجاله بسم الله ما شاء الله اه هو ده بقى الموضوع جا اه بابا زمان اخترع الجهاز بقدر يتحكم في ذكريات الانسان يعني انت مثلا لو عايز تنسى ذكرى معانا من حياتك لو استخدمت الجهاز ده الذكرى دي بتروح من مواخد كأنها ما حصلتش فاهم حاجة؟ اه 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 مش عارف النتيجة هتكون ايه بس بابا عاملوا بعد ابحاث كتيرة جدا عملها بره مصر وبره واحدة وقفوا ماكملوش والحد انه برده معرفشوا ماكملوش ليه مش بس انت بقى ايه علاقتك بقى باللي انت بتحكيه مش انا حكيتلك وقلتلك ان انا بقى عشاء اصلح الاجهزة من وانا صغيرة اه انا قلتت صالحة العاب التلفزيون اما ربنا يا كريمك انما هتصلحي جهاز مو جهاز بابا ده بقى يعني روحت خدت الابحاث يعني من وراه كده واقعت سنتين بكمل فيه كملتي؟ كملته بس عمري ما جربته غير مرة واحدة بس يا نهر اسود انت جربته على حد؟ جربته على حد جربته على مين؟ على انسان مهم جدا في حياتنا بس والله العظيم هو اللي جاي لي وطلب مني كده انا حاولت امنعه وقلت له لأ بس هو اللي اصر بس ما بيني وبينك كان نفسي قوي ميرجعش في قراره حرام عليك يا جميل يعني عشان شوفي جهاز ده يامي في ايه؟ تجربه في الراجل؟ لا والله العظيم لأ البني آدم ده كان ممكن يموت انا المفروض كده انا ققصته طيب يعني انا لو صدقت الفيلم اللي انت بتحكيه ده مش فيلمه والله العظيم خلص انا مقناسه يعني لو الجهاز ده طلع حقيقي فعلا انا بيعمل اللي انت بتويله انت باهم ده ليه؟ انا مش بتضيق انا مرعوبة مرعوبة من ايه؟ انا مش عارفة لو بابا ويوسف عارف ويعملوا في ايه؟ انا ممكن انا ابويا نتسجن انا اصلا ما يفعش احكي لحد ده انا مش عارفة زي بحكي معاك كده عادي لا ما انا كده انا عيشة لي كل اللي يعرفني فتفض ويكره على قراره لا ما انا عارفة انا عشان كده مرضيتش اكلمك اه يا مشكلة طبعا مقومة الهزارة بقولك مشكلة طب خشي طب انت دلوقتي واعشان باباكي هنتكلم احنا في التليفون لا ما تقلقش بابا نايم في سبع نومة عايزي بابا ملو نايم في سبع نومة سبع نومة طب ما نخش بقى نشرب حاجة كا عزميني على قبل ريئي ده انا جامل شوها بعيد يا عم انت بتغضى بقولك هتسجن هتسجن انت بتغضى يا جماعة في ايه؟ بس شكرا قوي انا اتر بجد دي مجنونة خاص؟ ايه ده؟ يا دي الموبايل واسنين الموبايل يا باب انت تركزي بالاكل سيبتني الموبايل ده شوية هيجليك توحد كده والله وستانة باسعش العربية دي مسقصة سيستم تمانية وعشرين توان تيربو تيربو ايه وسيبو ايه بس قول ايه لي؟ ما عندكيش اخبار انا عمي كورات؟ يوسف ما قالكيش هيرجع امتى؟ يوسف قالي انه رجع من يومين يومين؟ اهو ما كلمانكش؟ لا ما كلمنيش ايه ده؟ ليكون زعلان مني ولا حاجة؟ او حد يقدر يزعل منك يا امر يمتا؟ اهو قوت ليه بس مشغول ولا حاجة ان شاء الله ايه قوليلي بقى بتزوري تيتا وتسألي عليها هي وخالته ولا لأ؟ انا عارف ان زيارتك ليه هم مؤلمة جدا بتفكرك بماما الله يرحمها ومسابتك في سن صغير قوي كل ده انا عارفه بس ما يفعش لازم نسأل على اللي بيحبونا وبنحبوهم حتى لو تقلمنا شوية بس اهلنا اصلا بنتي النسيان مش حل غصب عني والله العظيم ايه معلش تعالي عن نفسك شوية حتى لو حد تعالي حاضر انا هبقى تطمن عليهم وكلمهم ممكن بقى ده يتصادر كده ما هيزاكل يلا طب ايش يا خي ده اين رواقان ده بس؟ يا صباح الفل يا حج والله العظيم انا مبسوط والله مبسوط بساعة ما رجعت انت من السفر وايه مزاجك ريأ اخر رواقان طبع سيد كنت اخدني معاك اروأ نفسي شوية حد قالك ما تجيش ما انت اللي قاعد مزروح هنا زي الشجرة يا ابني ده انت اللي يشوف الجام دي يقول ان انت اللابوية ما لungkin ليس أسريني كنت مكبولة منك طب الله العظيم مش عرف الته مفرحني ازاي بقى لك اسبوع بقى لك مرتاح ومبسوط وآخرينبطلتي انا بحد تنفزة وزعل انا كنت اللي انا عليك اول شيل اهم نفسك يا جو ابوك طول عمره فرفوش ما كنتش في حد بينكد عليها غير امك الله يا بابا! بقى ماما اللي كان بتنكد عليك ده ده مكنش بتضحك والكاركع غير مع ماما الله يا رحبا أمك دي كانت أحلى حاجة في حياتي أرحم حاجة ما أنا ما كانش عندي غيرك الدوهية طيب حاجة أنا دوبك ألحق عشان عندي أوردة تازم أسلمه عايز حاجة حبيب؟ أيوه عايزك تبلغ الموظفين إن فيك تماع الأسبوع الجاي ده وأنا هاحضره موظفين مين؟ موظفين الشرك طيب شو راح الشرك النهاردة ولا إيه؟ بابا أنا رايح الشغل بتاعي الجالري والشرك بتعسيم الموظفين يستغفلونا ولا إيه؟ يا ابني هو أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي أنا كبرت ومفروض أن أنا استريح وإنت يا ابني يعني لازم تشيل عني وتشيل الشغل شوية حاضر باس، حضاني بقى وارفعي الهند إيه ده بقى إن شاء الله؟ إنت استحليتها بقى ولا إيه؟ على فكرة أبويا السعيدي ما عندوش الكلام ده ده ممكن يقطعك كيفش أعارف؟ ما أنا وايف بعيدة بقى عشان لو قدي طرشق أو حاجة بقى أنا تماء تعيزي عايزك تركيني البتاع دي وتعالي بس أخذك معاك أبويا ده بقى إن شاء الله لأ طبعاً أبقى تسمعك الكلام بقى أعايزي أنت هتوديدي أعايزك تسمعك الكلام مرة واحدة أتعمل إيه يعني؟ تعالي مش أقولك بالوقت طبعاً أنت عارف طبعاً أنت أتعمل إيه؟ تعالي تعالي أديني زقة عشان ما فيهاش ريفيرس بمالك مبالي بكلمة أنزوق أنا بس خاف أبوكي يشوفك وأنا بزوق لا أتخافش أنت تقلت ولا إيه؟ تقلت، إخلص ده بقى اللي هو أسمو إيه إن شاء الله صباح الخير رايحة فين كده على الصورة؟ رايحة ليوسف الجالري مالك إيش عايزك فيه؟ لا طب لما توصلي عنه بقى فهمين أن أنا كله أحيد وأنهم عندوش أخ غيري فايا أقل ويريت أنت يا يحيا تقعد مع أدهم شوية مع اللي اشترق على نفسك واعتبره شغل مشي، مشي أدهم مش تميم يا يحيا وأنكل كلملي عليه حياته ودلوقتي بعد اللي حضرتك عملته أنا ملياش عين أن أروح أوديهنك خلسنا يا سارة خلسنا مش هتفضل تقطميني بالموضوع ده كتير على فكرة أقعد مع ابنك يا يحيا ماشي تمام، بس مالها يعني المزرعة دي مش فهمة برضي؟ دي أستي مزرعة أبوي الله يرحمه الله يرحمه بيجيبنا هنا ماء كل جمعة لأنا كنت تبايا بتمنى الأسبوع يجري عشان يجي هنا والله بس أنت شكلك ما تجيش هنا خالص، الدنيا خرابة بصراحة بعد ما بيتها بطلت يجي بس شكلنا كيف نرجع أن يجي مش أجازت الجمعة والمين أجازت الجمعة طب إنت ما فكرتش تبيع المكان؟ يعني أنت مش فضيلة برضو لا 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 أبيع إيه بس أنا صحيح أعملت وأعني ومؤثر معايا بس إن شاء الله المرة دي أنا أحتمي بي مش هسيبه ربنا يكون فاعلناك أنت هتحتاج شغل كتير قوي عشان ترجعه زي زمان بس انما تعرفي بقى اللي في طماغي أنا شايفه إزاي هتغاري رأيك خالص إيه بقى ثانية واحدة بس هو أنت جايبني ليه بقى أصلا؟ يا بنتي أنت مش مهندسة أنا بقى هنا عايز أعمل بيت دور واحد تمام ركزي معايا بقى هنا عايز أعمل جيم إن بقى عايز أعمل بسينة على شكلة منجا إنнее أنا جهول مهندسة ميكانيكا إنت المهندس دي كور ميكانيكا؟ هنا بقى هنعمل ورشة هنا بقى هنبيع بطاريات هنا محلي قطع خيار الصبيحة إنتم تستاذرة فا لم haverسلك سيبكist ملهتش داه بابعادنا بالفيزيج نجل فيزيز استنى استنى ايه ده ايه ده تعالى قلب على الشجرة انت كنت حبيب قديم بقى ولا ايه جوا قلبه وشجرة يابا انت قلب ايه بس وتلاقي العيل اللي بتجي هنا بتغفل عيالة عيالة تعالى بس اقول لك تعالى والله ما عيال ده انت ده انت هاي يوسف جا دعم اتأخرتيش وانا من امتى يعني اتأخرت عليك انا بابا مش عجبنا اسرح ليه في ايه يا ابني رد عليها حرام عليك البنت بتموت فيك وانا ما بحبهاش يوسف انا وانت عارفين كويس قوي موضوع مارين مش بيجي في دماغك ليه جايز لو رحمت نفسك من قصة جميلة ممكن تفكر في مارين في يوم الايام قال عظيم الدنيا دي ماشي بالمقلوب بنت اللي انا بحبها وبحاول اعمل كل حاجة عشان خطر ارضيها ما بتحبني ايش بنت بقى اللي بتحبني انا ولا حاسس بيها ولا شايفها اصلا وانت شعرفك اساسا انت عمرك مدت لها فرصة يوسف انت عارف انا بحبك قد ايه انت بالنسباني مش اخو جوزي انت صاحبي واخويا صغير يا يوسف عشان كده بقولك بليز حاول تبديها فرصة مارين بنتك كويسة قوي وانا خايفة بجدة انت بعد ما تخسرها باللي انت بتعمله ده اه بقولك ايه افوكك منها دلوقتي انا جايبك عشان خطر بابا انا اللي انا عليها قوي سارة بعد ما قلنا خلاص حيموف قونه وبقى كويس فجأة بيقوله ايه من حاجات غريبة اوي حاجات غريبة ازاي؟ يعني النهاردة الصبح وانازل فجأة لقيته بيقولي عايزك تروح الشركة بتاخد بالك من شغلنا وحاجات كده هو من امتى بيقولي اروح الشركة؟ بصبه عارف كويس جدا ان انا عملي بكلية فشغلوك ما هو معذور برضو يا يوسف شركته تعب وعايز اتطمن عليها وانا متأكدة ان هو مش عايز يعتبها بعد اللي يحي عامره ده متأكدة مش عايز يعتبها ده بيقولي يجمع موظفين عشان عايزك تامع بيهو غريبة اوي ما انا بقولك؟ طيب ماشي هودو قوله حاضر حاجة معك بس بقولك ايه؟ انت فعلا محتاج حتى تروح مرة في الاسبوع يحي لازم يعرف انها شركتك زي ما شركته بالزبط سورة انت عارفة انا بكره الشركة دي قد ايه ثم شركة ايه ماما اللي رح مرة في الاسبوع ده انا وجوزك لو قعدنا مع بعض بخمس دقيق مش بعيد مئة البعض والله يا حرد عليه انا والله العظيم لو عملت كده هوسخلك يدوم القرد عامل ايه؟ كويس يسلم عليك بسهول موسيقى ايه سيدي بتصل بيك من الصبح وانا انا لازم اجيلك عشان اشوفك اوا جهز الشطرنج بسرعة خليني اصحقك الشطرنج ايه؟ يا اهلا وسهلا يا ستاك يا مرحسان عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي انت عاملة ايه؟ انا كويسة الحمد لله انت كويسة انا ورتيني يا اهلا وسهلا وليلي اممكن هنا ولا في الجنين؟ لا مراد بيه نزل من شوية هو بعارفة ده حضرتك جاية؟ لا انا عاملة هالم مفاجأة مش مشكلة يا حبيبتي تفضل يا حبيبتي تشرب ايه؟ كن بايد اهواني عناية الاثنين حالا ام حسن ام حسن ام حسن خير يا ستاك؟ في ايه يا حبيبتي؟ في حاجة؟ كان في صور لي انا وياحيا هنا ميليش علها؟ مراد بيه؟ امرني اشيل صور يحيا بيه وحضرتك من الفل يعني ايه؟ هتصور ادهم؟ خلانا اشيل كل حاجة تخصكو اقولك حتى قال لي ما تجيبين سيرة يحيا بيه في الفل هنا خالص مش يا محاسن شكرا مش لازم تقولينه ان انا جيد والله زمان يا مراد وحشتني اللي حكيتك قوي يا اخي دا انت نشفت دم انا والدمن انت عندك دم يا علام هليل اذب هليل اذب هنعمل ايه؟ بقولك ايه؟ ايه؟ ايه رأيت لو طلعنا طلعا بتوع زمان كده بتعصيب؟ بنا الياخت اللي معاشش في مكانه ده يا عم اقعدلك في حتة هو احنا حمل طلعاتك دي فينا حيل احنا تكلم عن نفسك انت عجزت وكركبت انا لسه في عزي شبابي انت كويس بجده مراد يا جلع في ايه ملك كويس قدامك اهو ها قلت ايه؟ ايه رأيك في موضوع الصيد ده؟ هي فكرة بينه وبينك ناخد العيال معانا يمكن يتعلمه الصبر شوية اه الله يا علام فرصة لعيال تقرب من بعض نفس الودي يوسف اتجوز البنت جميلة والح افرح بحفيد قبل ما موت اه يا يوسف بحبك وانت متأكد من كده هم عارف عارف عشان كده انا قلتلك بتيجي النهار ده بص يا مريم يعني انا عايزك انسي بموضوع ده يعني تعالي كده انت عامل لحظة ما احنا صحاب وبنحظ بعض مريم على فكرة انت بنت لطيفة جدا واي شاب يتمنى اللي انت تعجب يا بي سي لكن انت مش منهم ها؟ تمام يا يوسف اللي انت عايزه وعلى فكرة انا مش زالانة بالعكس انا فرحانة فيك عشان زيك زيي بالزبط اللي انت بتحبها انت مش في دماغها ولا عمرك هتكون مش عارف حاجة بتايقلك الحقيقة ان انت اللي مش عارف حاجة جميلة بتحب واحد تاني وانت مصمم تضيع عمرك ورا حاجة عمرها ما هتحصل لو مش مسدني انا ممكن اخليك تشوف بعنيك الان sh 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 blood انا جايبين من باره ده بتبعش فماس ايه اللي هابل ده؟ اهو هابل فكرا طب ما انا كمان جايبه ولا انا مش بش باره انا يعني لا مش قاصدي بصونا استغربت بصونا انت استغرفت المحش اكتفلوا عليك انتي فكرة الصدفة غريبة جدا أوه طب ناخد صورة بقى مناسبة الماتشنج ماشي ماشي بس صور إنت إشان ما عرفش أصور نعم أصور أنا ماشي إيه ده؟ إيه بعد ذلك أمو أنت بعد ذلك بس أنا دورت عليك على الإنستجرام اللي تكشف إيه أنت عمل لي بلوك؟ لو أعمل لي بلوك قلني آآ لا ما عنديش أنا الإنستجرام والحاجات دي أحلي أمو أخيراً لقيت حد بيفهم إنت كده هتبقى والله العظيم أنا أحب أشوف حد بشوفه على جوجل وحيد ربنا أحب أشوفه قدامي كده لحمه دم يعني أوكي هاي إيه ده؟ كويس لحقناكو إنتو إيه اللي جابكو؟ آآ إنتو ليه ما قلت ليش إنه جايين؟ عادي يجينا نشوفكو يعني وبعدين بفرصة يوسف ونقدر يتعرفه على بعض آآ آآ يوسف أقفش ليه؟ لا 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 عادينا مش عادي زكاة يوسف أهلا ماشي وأنتو بقى متقامين مع بعض؟ ولا كانوا بيوزعو في النادي؟ ولا إيه؟ لا لا كانوا بيوزعو في النادي وأنت عندسها مهندس مهندس؟ ولا أخذها هوية؟ يا مهندس مهندس أوريك الشادة؟ ما تخف عليه شوية فيه إيه؟ هو لسه مش أخذ على هزارك يا يوسف؟ لا لا تسيبه براحته والراجل برضو ما عرفنيش ما تيجونا كل حاجة؟ لا ما إحنا هنعرف بعض كويس ما تجرعش بس هو في حاجة غريبة يعني حسنا شفتك قبل كده عارفك بس مش عارف منين؟ أيوه أيوه هو وشهو في ميلير قوي أنا أول مرة شفته حسيت كده جميلة كانت قالتلي أن أنت كنت أصلا عايش في لندن وبتاع فقط ليه مشيت من هنا؟ عشان جواها بارد إن شاء الله أنتو بيت قربين قوي لدركز إن جميلة قالتلك أن أنا كنت عايش في لندن وبتحكي لك عني وإيه بقى قالتلك إيه تاني عنا معلم؟ ده كل خير مش كل خير برضا آه والله العظيم كل خير هو فيه إيه يا جماعة؟ يا جماعة أنا جوع التقوي يلا بقى أنا كل حاجة آه ما إيش نفسك ولازم أمشى عشان مرأة يا حاجات آه يا جميلة قاعدة ولا جاية؟ ما أنت لسه جاية؟ هو فيه إيه اللي حصل؟ آه ما فيش حاجة حصلت بعد أزنوك بسكة بابا أعمل إيه؟ إزاكة يوسف أتأخرت ليه كده؟ أنا قد بستنيك في الصبح عشان ألعبك شاطرانك نعمت يا بابا بلعب شاطرانك إنت عارف ما عرفش ألعب شاطرانك إيه اللي إنت بتقوله ده؟ منميلي بلعب معاك كل يوم ومن زمان كمان؟ منميلي بلعب معاك عطول يحي يا بابا إنت بتتهرب عشان أنا غلطتك المرة اللي فاتت إلعب طيب وأنا هفوت لك الدور ده فاكر الجاهز اللي بابا اخترعه زمان؟ أمال تيف أبوية كميل؟ أمال تيف أبوية كميل؟ أمال تيف أبوية جميلة؟ أنا غلط مش قادر ساتة ده إزاي يا جميلة؟ إزاي كنت بتبُص في عيني كل ده بتكدب علي؟ كمان أنت يا كدبة وخبيثة كده؟ يا يوسف بابا كهو الي جيه وطلب مني أعمل كده أنا حاولت أبنعه وقلت له بلاش بس هو صمم وقالي لو أعملتش اللي هو عاوزه هقول لي بابا على موضوع الجهاز وبابا ماينفعش يقرف يا يوسف اه، عشان تقذي نفسك غرقتين احنا انت فاهم يعني ايه ابوي يا نسى اخيها؟ نسى حفيدو انت مستعبة انت عملت فينا ايه؟ انت ضمرتينها بواستان حياتنا يا جميلة يا جميلة انت موت اخيها بالحياة وحرمت ابويها من حفيدو انت اصلا كده حرمتينها كلنا من بعض يعني دلوقتي السبب في كل اللي بيكراركو؟ انا السبب ان اخوك سنع شركة ابوك وان اخوك بيكرهكو وانتو بتبسلوا على البعض طول عمركو؟ ايه دلوقتي انا بقيت وحشة وكلكم ملاكة ما بتغلطوش؟ لأسف محدش فينا ملاك بس على هالك واننا منقذب ونتقذب مزاكنا انما انت قذتنا بالغضب بالعافية حتى لو عايزين نصلح اللي انت عملت ايه؟ مش هنعرف يعني احنا كلنا مضطرين نعيش العيشة اللي انت اخترتها لنا يا جميلة العيشة اللي ولا واحد فينا حيبقى مرتاح فيها وعلى فكرة اولهم ابوية انا بخترتش حاجة يا يوسف ابوك هو اللي اختار مش انا يا اخي خف نفسك شوية لعبوا مش قدي كده الوقت ده انا هوما اجهز عشان انزل جده 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 ومش سمعني؟ جده مين يا حبيبي؟ انا مش جده شوف جده في الملعب التاني انكل انكل انا كنت جاي اقولي حضرتك تعال ايه اده مامي هو جده مخصمي تعال ايه طب وبعد ايه انا انا اساعدك ازاي انا افضل شايفك كده يعني مش عرف اساعدك انا مش صدق انه ممكن اخسر يوسف يا نايد لا ما هو ده الموضوع لو على كده ما تليش انا ما اعتقدش انه هو نفسه ايبعايز يخسارك لا بس هو عمره ما هيسامحك انا هارفه بصي انا يعني مش عارف علاقاتكو ايه بالزبط بس يعني انت شكلت مداء قوي فالاو انت مداء اخده راح تزريله مرة واثنين وثلاثة واكيد لما تعال تزريله هو هيبقى تماما خلاص هيسامحك يعني شكرا يا نايدر مقدم سيلا اويلو شكرا يا نايدر انعملت حاجة لقى انت بتحاول يعني تخليني محسش بالزنبو وتبسيتني كده انا ميلا يا بحبك اي اي والله يا بحبك شكرا يا نايدر بقولك ايه انا مش مرتاح لموضوع البنت الجديدة اللي بشوفها معانايدر دي فانت قدامك حل من اثنين يا تفهمني كل اللي بيحصل وتقولي علاقتهم موصلة لفين يا هروح اقوله على اللي حصل بيني وبينك في الساحل لما كنا انا هو لسه مع بقى بوس ايدك بناش جنال ومتحشونيش في موضوعكم اللي لو سمحتك انا قلتلك اللي عندي هتحكيني ولا روح سياح لك طيب خلاص ايدي انا هحكيلك بس بعد اذنك بناش يعرف ان انا اللي قلتلك ممكن ممكن انا اماما ايه بقى اماما ولا ايه انا انا مش لقي كلام اقوله بصراحة انا مبعرفش حبه اصلا عشان انا اجيبها لك عالدغري كده انا مبعرفش حبه خالص مع ان احنيكي يعني مابتقولش كده تعرف ان انا كدبه وعندي وشين يا راجل انا بتكلم الجد والله ما بوهزرش يعني عندي وش ببعينه للناس كلها ان انا بيت جامدة ومليون راجل ومش بيفرق معايا اي حاجة اه يورشي تاني ان انا بخاف وبخاف جدا كمان بس انا مبخافش يا جميلة عندنا افضل جنبك وحسا عندي ما هو ده بقى اللي انا بخاف منه انا بحبش حد يساعدني وبحبش حيث انا ضعيفة انا عندي فوبيب الناس قوي نادر انا بخاف اتعلق بحد وبعكايمشي ويسيبني بس انا مش همشي واسيبني لا ما توعيدش حاجة انت مش عارف هتعملها ولا لا لو سمحت ميش يا ستي بس انا عارف انا بقولك ايه انا عمري بس ميش انا عارف انك هتحاول بس انت مش عارف بقى بكرا في ايه الصراحة لا حدش عارف بكرا مخبين بس انا ما عنديش تعداد اقرر لغالطة اللي عملتها زيما انت ادهم ماله انا مش بكلمك تراحف انت علي هنا احنا احنا مش جدعانة على فكرة علامة يا جدا عايب عليك ده احنا الجدعانة نفسها انت ناسي يقول لي لا بجد احنا مش جدعانة احنا لو كنا جدعانة كنا قدرنا نقنع العيلين دول ان هما يتجاوزوا يا اخي بقولك نفسي في حفيد حفيد ايه ما انت عندك قدهم ربنا يباركلك فيه ما اقولك نفسي في حفيد ايه الكلمة اللي بيقولوا ده هقولوا نفسي في حفيد هولي مش عارف عندك ايه انا اسف حقيقة على يا سهر انا اغلط طلقني يا يحيا نعم الهابل ده امش عادر اكمل انا مش عايش مع واحد بخاف منه ايه دي عمدي بس ايه ايه دي طيب طيب حقا ممكن تيبس توليلي ايه اللي حصل ايه اللي وصلك لكل ده ابوك اتبرم منينا يا يحيا اتبرم مني انا وادها من عميلك وانت شفتيه فين اصلا ازاي قالك ايه ايه اللي قالك ايه روحت له البيت مبارح لقيته شايل صورنا كلها من البيت اخدت ادهم وروحت له النادي قلت امجلو انا مش جدك يا حبيبي انت مين ما تنجزني يا ماجد ده مكانش حتة اكاونت يعني ما لو طلبت منك تهكر لي بنك هتقعدني جنبك قد ايه ولا دقيقة لاني مش هعمله اصلا انا السكة الشمال مليش فيها وده بقى حلال؟ ايوه طبعا ده حلال نساعد في فتح اللي يستهلوا الفضائح ده حلال لما نسرق لا ده حرام طبعا بقى جهة نظر برضو طب انت هتقعدني جنبك كتير ولا اقوم امشي ولا اعمل لا تمشي تروحي فين استني ثانية واحدة شبكي لبكي وانستجرام نادر بين ايديكي ده حلوة ويه الكلام ده طيب بص عمزك تبعتلي الصور الحلوة دي على اكاونت الامورة دي هي امورة فعلا ولو لك استنى ابعتهم لي انا ابعتهم لي انا على اكاونت بتاك؟ اه هتبري باصل جميلة بابي انا اسف قوينا انا اتأخرت بتي كنت فينو مع امينة يا جميلة ايه ده انت اول مرة اتكلمني بطرياضي عشان بقيتش عارفك فيكي حاجة غريبة عني بحس انك دايمن بتداري عينك عنك عنك عايزة تخبي علي حاجة لا اخبي ايه انا بخبيش حاجة انت ليه بتقول كده عشان حافظك يا بنتي عارف انت بخيفة وعايزة تخبي من فضلك قوليلي في ايه وانت عطل اقفشني كده يعني؟ انا بهزرشة جميلة انا بتكلم جد تداري استريحي واشرحيلي كل حاجة بالتفصيل تداري حاضر انا في حد في حياتي محتاجة انك تتعرف عليه اهولا الوفق كنت اقولك من بدري بس انت عارف بنتك بقى مدهولة وبتلغمت في الموضوع ده بالذات يعني والحد ده من شو اسيف طبعا لا اعرفك علي قريب اوي متأكد انك هتحب مادام سارة واقفة بره عز حضرتك سيبها واقفة بره خليها ادخش يا مرتضة ما انا قلت لها والله دكتور بس هي قالت لانا وعفة مستنى في الجراش طب يا خمس انا هتطلع لها ممكن تكون يعني مكسفة ولا حدا اقول دايبك ماشي؟ طيب يلا يلا بسرحة ركن اللي هناك ده بقى هعمل له كتز اريا ترامبولين وبيت للقور ده انا هدلع ودلع الولد ده بس انت الجدعان وهاتو يعني ايه ايه ده على كتفك وانا لقيت بنت الحلال وقولت لأ حاج ادعيلي ان شاء الله لقيها وجوزها وعمل لك كل اللي انت لبسك فيه على مين الكلام ده؟ طب ده انت بتشوف جميلة عنك ما بتنزلش من عليها يلا بقى اكلمها والجدعان كده هايز افرح بيك يا حبيبي ورحمة امك الغالية اللي عمل لك فرح مصر كلها تتكلم عنها بنا اخلك لا يا حبيبي ما حرمني منك ابدا حبيبي ده انت ابني الوحيد واحنا ملنجر بعض مستاسي يوصف مستاسي يوصف مستاسي يوصف اه طيب انا انا هتصرف ماشي حبيب تسلمين رب لا خليك عايز ايه محسن؟ اه بتقول لي ان جميلة على التليفون عدها بترن حتى المحسن عارفة وكشفة عملك مفضوح طبعا روح انا بقى عشان روح مع السلام يا حبيبي ما ينفعش تخش واسع عم سلمان ما ينفعش تخش يا استوز ياحي حرام عليك ما تعطعش عايش اه تعطعش مين ده بيتنا؟ ما عايش حرام عليك يا مراد بيه ايه عم سلمان تخش ايه يا حبي بتهلل ليه؟ هو انت ايه شفت تهلل؟ بتمنعني عم بيت ابوه يوسف؟ من اهمت بقى ابوك دلوقتي افتكرت ان هو ابوك ما تخليش اكسر بيدي علي فيه؟ اكسر ولا تعمل حاجة ايه ده خلص يا حبيبي؟ عشان يبدي اصلا انت ما بقاش للك مكان فيه تجالي انا عايز اكلم مراد بن نوري عايز اعرف ازاي اتبرى من مراتي وابني النهاردة ابوك اتبرى من مراتي وابني عايز اكسر ابني زي ما كسرني يا يوسف انا بقى عايز اقول له ان اقسم بالله لو اطبقت السماء دي على الارض انا ما خليش اوفهم تاني انساهم يخرجهم من حيثبته تماماً لو بي عشان تضف خلاص وانسيهم فعلاً متبراش منهم زي ما حضرتك فاكر نسيك نسيهم معاك يعني انت دايماً سبب كل المشاكل والقرف اللي احنا فيه انا بقى يا سيدي عايز افكره عايز افكره باللي عاملوا فيه يا زماء عايز افكره بكسرة نفسي وسط الموظفي وانت ما سألتش نفسك ابداً انا عملت ليه كده فابوك لا 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 ما سألتش نفسي ومش هسأل نفسي يا حي عشان مهما هتقول وحتهري عمره عمره ما هيبره اللي انت عملته فابوك صار مدخلتيش ليه انت كويسة كويسة وفي حد فينا هيبقى كويس بعد اللي انت عملتيدا عملت اي اي انا مش فهم حاجة يوسف حكالي على كل حاجة يا جميلة انا والله العظم لا برافو ثلاثة مهندسة شاطرة فعلا ده اللي انت كنت محتاجة تثبتين نفسك صح لا مش ده اللي كنت عايزة تثبتو لنفسي انت عارفة انا عملت كده ليه كويس قوي عارفة بس انت كمان محتاجة تعرفي ان انا عمري في حياتي مح سامحك على قهرة ابني بسببك النهاردة صار انا اسف وانا مش عايشوف وشك تاني وهو ده العادي بتاعك يوسف مم 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 مانا اتعلمت بسدي مش مهمة تعلنت ايه مهمة يكون ضميرك مرتاج ده وصح يوسف حلمت اعلمت 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 وصح يوسف مش عايز ارتجبت فيها ما شك؟ ما شك عايز تفهمني وتصدقني ليه ابوك نسيك ابوك نسيك ابوك يا يحيه معك كل حاجة من دباغه طبعك ازاي بقى؟ ازاي؟ ازاي انسبنا؟ انا عايز افهم فاهمني كده بالراحة؟ ازاي قبي انسبنا؟ فاكر ان جهاز بتاع دكتور علام اللي احنا كلما يضطرق عليه و احنا صغيرين؟ ابوك خلى جميلة تعمل كده يا يحي جهاز دكتور علام؟ اهمني انت فاكر ايه؟ فاكري ان ابوك هيشوف قدم قصاده هيكسر نفسه ويعمل مش عارفه؟ انا مش هسكت انا مش هسيب جميلة انا مش هسكت لا هتسكت قصبنا عنك هتسكت ترى تقول للناس ايه؟ جميلة خلت ابويا انساني ابويا اللي انا سرقته يحي انا اوسكتلك في المرة اللي فاتت فعلاش خاطر ابوك مش عايزنا تصرف انما نعرف تصرف كويس قوي انما هتهب منك وتقولي مش هسيب جميلة ورحمة امي وامك انا اللي مش هسكت جميلة خطح مرايحي يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا نورتيني اهلا وسهلا ربنا يا خالك يا امو حسن تشرب ايه يا بنتي؟ لا لا انا مش قادرة اتغدتي؟ لا بس انا تمام طبعا بيلك حاجة خفيفة؟ لا لا شكرا رب لات طب اتفضل يا حبيبتي عادي نورتيني اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بنتي حلال لسه جايبين سيرتك من شوية ايه زيك يا انكل عمل ايه؟ ازايك يا جميلة نورت بيتك يا عروسة ازايك يا عروسة ايه اللي جابك من تصربعة؟ تيجي وقت ما هي عايزة ده بيتها هي مش بيتك انت نورت يا جميلة اسمع لما اقولك انا اسيبك مرورت ده لو زعالك هربوهولك من اول وجديد حاضر اسيبكم مع بعض شوية تسلم يا باب ليش نظر ايه فاكري ان احنا بنحب بعض و هنتجاوز نفسه بقى في حفيد بدل حضرتك حرمتيه منه بتعادي ولا ايه؟ هو انت قلت ليه لصرر يا يوسف؟ قلت لها قلت لها عشان من حققها تفهم ما نبويا بيعملها ليه كده هي وابنها ولا انا ما فوقوا التخبع عليها زي محرية خبت عليها لأ انت عندك حق انا اسفة انا خبت عليك كان لازم اقولك كل حاجة بصراحة لأ طبعا ما اسفة كل حاجة بقى التمام وزيل فل خلاص طبعا عايزني اعمل ايه وانعمله ما تبطل طريقتك دي انا محبهاش بقى وانت من انت بتحبي حاجة غير نفسك انا محباش حاجة غير نفسي اه اه يا جميلة ما بتحبيش حد غير نفسك انا عايز افهم هو انت جايلي ليه هم؟ جاي عشان خاطر زي كل مرة افضل اقولك تمام ما ضحى يعدي اشان المرة دي انت موجعتنيش انا بس يا جميلة انا والله العظيم كان نفسي اساعد وانت اكيد عارف ده والله كنت عايز اساعد كده اساعدت ايه؟ كدت علي انت كده؟ ساعدت ابويا؟ ولك على حاجة؟ انا في الاول انا عارف انا بحب والدي اه كان مقهور من اللي اخوي عاملوا فيه بس كان عنده اللي اعواطن عنده انا و في فصارة ودومي ودلوقتي هندوش حاجة ابويا هندوش اي حاجة في حياته انا مش عارف هبسطه ازاي يا جميل هقولك على حاجة ومسعليش مني السببك ابويا بقى وحيد ابوش عارف يحب حد حتى نفسه ايه كله ده جواك اما اللي كنت بتكذب علي اللي ما تقولي انك اقرب واحد لي وانك اكتر واحد بتفهمني في الدنيا دي كلها ايش بقى واضح ان اه رأيت الحب عامية اذا ما بيقوله لا انت فاهمني كويس اوي بس انت بتحوير على نفسك بتعمل كل ده ليه؟ عشان رفضت اجاوزك لا جميلة ما تحكيش في الكلام انا ما حكيش في الكلام انا فاعلان كنت فاهم غلط انت فاعلان مش فاهمني ايو انا فاعلان مش فاهمك اللي حاصل لابده انت كمان السبب فيه مش يحي الواحده انت كمان قاليني وانفكرش غير في نفسك وبس باي باي يا يوسف السلامة انت فاهمي كدر ايه؟ فاهمي انت فاهمي كدر ايه؟ اه حمالتي تشكة؟ بتسرقني انا فاك؟ ابني وتسرقني تم انا اسف ايه دعشان صحتك انا اسف ايه الشركة باشي انا هرجع لحاجة احاطر حاجة علي حاك علي حزب الله ونعمل هوكيك حزب الله ونعمل هوكيك بس يهت يهت والجميلة هيفضل مديني ظهروا كده كتير ما عليش أن نبدل عشان فيه موضوع مدايقني قوي عذرني لا يا ستي براحتك إن شاء الله تبدالي قاعدة سكتة طول يوم بس يعني ممكن تتكلمي معايا كده يمكن ترتاحي أول مرة ما كونش زعلانة من حد بس زعلانة من نفسي قوي يعني زعلك من الناس يعني ممكن تتحكم فيه لك يعني زعلك من نفسك هتتتحكم فيه ازاي أنا مش عارفة تتحكم طيب ما يمكن أن أنت بكبر الموضوع اللي أنت زعلانة منه ده مستهيلش زعلة كلها يعني أنا مش قصدي قلل منه طبعا يعني بس عات وإحنا جوه الموضوع بنبقى مكبرين حكاية قوي شايفين الموضوع كبير يعني لو خرجنا بقى بصين علامة من فوق حس الحكاية بسيطة يعني لو حد حكاية للقصة دي هتحس الموضوع بسيطة يعني عادي شكرا يا رادر قوي عن انت بتاعمل أنا عرف أنت عايز تساعدني بس أنا وضوال عاصمة قدر أتكلمني هايز عادي شوية ممكن لا مش عادة تتكلمي ممكن تقادي لوحدك دي مش ممكن عشان أنا قاطع هنا مش ماشي أهي أنا سايب أبويا وهربونا منه عشان أقضي واحدة خلاص خلاص أنا هتديكي ظهرية كإني مش عادي معيك أهو بصي كده كده أهو إيه يا ميل لفت عليكي النادي كله مش لقيكي لقيت عليكي جدا بعين قفلة تليفونك ليه مش فات خلاص خلاص الأستاذ ده بيعمل إيه كده أنا أسيبكم أسيب كل واحدكم ناس فيك إيه مما اللي انت عملته ده ليه أحركته كده إنت أول مرة اتكلم حد كده أمش بصدق الموقف الباخل اللي انت حطتني فيه بصراحة مالش إيه ليت عليكي؟ مالش أنا أه أنا أسف أنت بتعمل إيه 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 أنت بتعمل إيه ده أنت أكيد مش هتسبيني صح؟ أنا ما عنديش استعداد الولاد يطلع مش سويا يا يحيا لأ ما هو أنت مش هتسبيني ما هي هتأدهم ما هتسبيني أنا مادرش أعيش من غيركم سارة أنا خايف أنا خايف على اللي عملته فينا كلنا خلاص مش عايز أي حاجة أنا مش عايز غيرك أنت وأدهم بس أنا هرجع الشركة لبابا كمان وكي؟ متأخر قوي كلام ده يا يحيا قوي ماذا يا تيه؟ طيب سامحيني والنبي والنبي سامحيني سامحيني والنبي هو مش ربنا بيسامح هو ربنا بيسامح في حقه لكن حق الناس اللي أنت ظلمتهم دول في قابتك يا يحيا مام؟ تعالي أدهم تعالي أدهم إيه اللي ما صحيك يا ده؟ مام؟ سمعت صوتك صحيتي أو أنت زعلنا؟ لا أنا كويسة تعالي أخش النام ما تزعلش من بابا؟ هو بيخف على يؤوفر بصراحة أعرف أعرف لا ما تزعلنا والله طيب جميلة أنت حاسة أننا ممكن نبقى مع بعض هو أنا أنا أصلا بحبك إيه ده؟ يس فيه إيه؟ ما قلت إيه؟ ما قلتش حاجة طيب مرة كمان والنبي مرة كمان أنا أحبك أحبك خلاص إسكت بقى والله ما أقولها دي بس عشا تخليتني الآن سخنت و نعم طب يعني أنت مش خايفة خلاص؟ لا لا أخفني أنت إنسان مش كذب واضح ما فيش حاجة تخوف يعني طب والحاجات القديمة ملهم يعني لو كان في حاجة حصلت زمان أنا ما قلتلكيش عليها نعم 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 أظن يعني أنا مليش حق إن أتكلم في الماضي ألي عندك دلوقتي نعم 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 يعني أنا حبيتك زي ما أنت كده لا تتغيرش يعني أنا بشوف يعني معظم المشاكل ما بين اتنين بيحبوا بعض أنهم بيتغيروا يعني أحكي لك على حاجة نعم يعني هو ممكن يحب الستة عشان هي نكحة في شغلها جميلة واسقة من نفسها و لما يتجوزها يلاقيها بقى أهملت في نفسها و بقيت بتاعت بيت وعيال والكلام طب فيبتدي بقى إيه ما يحبهاش و برضو العكس صحيح يعني طبع هتولي لي يعني ممكن الستة تعجب بالرجل وتحب عشان هو بيحب السفر والفارجات يعني هو يتصوروا والصهر والكلام ده و لما تتجوزوا تلاقي بروتو عطول قاعدة في البيت كده بقى اللي هو مش قادر أروح مش قادر راجي هو أنا رغاية أوي يا الله لا أهم حاجة عدي يعني أنا ملغبات أغك إلا لا لا ما تتغيرش زي ما احنا بس أو أعدك إن احنا زي ما احنا انت قصب مضطرني والله انت زي مده زي ما احنا ماشي قلتلك يا يوسف جميلة تغيرت كتير عن زمان ما بقتش هي نفس البنت اللي كنت بتحبها قبل ما تسافرش وانت يا ماري ليه لسه بتحبيني مدام انت عارف ان انا برضو لسه بحب جميلة بعد كل اللي حصل عشان الحب مش حسبها يوسف ما فيهاش هاية تخد احنا بنحب من غير ما نحس لابنعرف ليه ولا ازاي عارف امت اقوى مرة عارفت اني بحبك امت لما جيت في مرة تطلب مني اني اقربك من جميلة وأخليها أتفكر فيك حبيبها مش أخوها ساعتها نضحكت لك وبينت إنه عادي مفيش حاجة بس هنا كان في حاجة تانية خالص اللي بتحصل كأن بكلامك ده خدت رميته من فوق عمارة عالية قوي وأنا حاسة بكل لحظة بيقع فيها ساعتها بس عرفت إني بحبك ومش أقدر أحب حد غيرك مش عارف أقولك مجد أسف ما تتأسفش أسفك ده بيتعبني زيادة ما تزعلش علي يا يوسف إحنا الاتنين وجعنا واحد وأعتقد اللي زينا ما بيرتحش طيب أنا بقى أراي أحبوبه إزاي أبلي أصلى هل حصل إزاي أبليتش عارف عامل ليه ده دكتور علام رد بسرعة تكون جميلة في مشكلة ألو أنا الحمدلله كويز أجيلك أو طبعا حاضر بس ممكن أعرف حضرتك عايزني في إيه أنا عايزة أعرف بالزبط إيه اللي بيجرى من وراء ظهري عايزة أعرف بنتي مخبية عني إيه والله يونك له الموضوع مش كده يعني حضرتك فيه مغلط و خلي بالك أنا حافظ بنتي أكتر ما هي حافظة نفسها عارف كويس قوي إمتى بتخاف وتضطر تخبل أنت ساحبتها المقربة يعني عارفة كل حاجة عنها سرها كل معاك قولي لي فيه إيه بالزبط أنا جايبك عشان أعرف فيه إيه قولي لي دلوقتي عشان على الأقل هقدر ساعد أنا هحكي لحضرتك على كل حاجة نادر هتقول لها أنت ولا أقول لها أنا لا سمعت أخذ شيء للأكل أنا فرحل نكتكوي لا لا أمستي شكرا تأكيد أنها مش شفت كيش كنت أبينها في أي حتة بدلا لبش دا يا ابني والله العظيم ما شافيتني ما تخافش أنا كلمتها قبل ما أدخل بوركين وعرفت أنها عادة جوه طيب أعمل يبقى في موضوع بابا اللي عايزنا أقول لها الحقيقة هو أحوار أنكل دا ما جاش على بالنا خالص وبس ما الحوقة المهم أنت تدخل دلوقتي وتقول لها كل حاجة وبصراحة وطبعا مش عايزة أوصيك سرتي ما تجيش في الحبور شي روب بقى فوق كده كل حاجة حاصلت دايما كنا عايزين والخطة نكحت وهو دا المهم دلوقتي كيف تكري هتسمحني؟ إن شاء الله هتسمحني إحنا إتنين ناين فوق بيعمل إيه دا؟ ديلي كده هتروح مالك بابا أنت كويس؟ هتبقى كويس إزاي وانت موجود؟ يعني يا بابا شفاه وأنا عملت لك إيه بس؟ المصيبة أنك ما بتعملش؟ ما بتحببش حاجة أنت بتروح الشركة ولا بتتابع اللي بيحصل؟ مش غولي ليل ونهارد بالهباب اللي اسموا الفن دا؟ يا بابا أنتك أنا عندك يا حيب أنت عندك حق أنا فعلاً غلطان أنا حروح الشركة وحخب بالي من كل حاجة بتلعش هتبقى 40% نعم راديًا يامان أنا عارف المكان لسي جديد بس هو ليه أكليًا ده خلص وصي لا هو فيه إحنا فيه إحنا آآ نروحك جونه طيب ولا إنتي مش قلتي أن تعني أنت في أطافت أخد أجازة معلش بقى السوغل بتاعي مردًا بس بس والله القتيل ده خطير ممكن نه استني كده ثانية أه جميلة أنت فيه؟ أنا في ميتينج بس أخلص، وهكلمك على طول ماشي؟ سلام جميلة معلشة فيها جميلة أنا شفت الإنت السنان بتاعك اللي أبنلي عني بلوك أنا والله العظيم كنت جاي فاهمت كل حاجة هو أنا حبيبتك اللي خدها طب إيه دي أنا فاهمت ما تفاهمنيش أنا فاهمت كل حاجة الزكرات ما تتبسحش تفضل نايمة لحد ما حاجة تيجد صحيها أنا ما حبيتهاش والله ما حبيت غيري ما تفرقش حبيتها ولا ما حبيتهاش لا تفرق أنت بني أدب كذب وخير وعمرك ما تتغير أنت كنت تكذب علي وانا عيني في عينك أقع أتب أكدب عليك عشان بصدق تشوف أتكلم معاك تاني حسنت ربنا بديني فرصة تاني عشان صلح اللي أنا عملك اللي يكون مرة يكون عالف مرة قالي كل اللي مجنين إن كنت بصدق كل كلمة بتقولها لي ده زي تعمل فيها كده أنا واكدبت عليك بس والله عمري ما كرق الغلطة دي تاني أنا ما عرفش يا خسارك تاني ما أقدرش أصلاً أخسارك تاني يا جميلة عملت كل ده ليه ها؟ عشان بتثبت لنفسك إيه؟ إن أنا ههب لو أحبك تاني مش كده لأ بروب عليك دخلتها صح حقك تفكر إيه كده وتقول لي أنت عايزاها بس أنت متعرفش أنا عبدت بيه أنت في الآخر روح تستخدمت جهاز أبوكي وطلعتيني وإن حياتك ونستيني ونستيني أنت بتحبيني وأن أنا بحبك بس أنا لأ بتفضلتي طول الوقت وقدام علي بتطرديني أنت متعرفش أنا شفت إيه وعشت الزين وأنا عشت اللي أوعيش منه عشت خايفة مرعوبة من الناس انتكذرت من جوة ومن برا عشت أيامة اللي لازم أنتها هلو هاي جميلة عملت حدثة موسيقى ابداقي حياة جديدة نحن أزبط حبيه وتسلفيه بس علمي قلبك الصفح والنشيان انا اسف يا جميلة اسف على ايه بالظبط على كدبك وخيانتك ولا على حياتي اللي دمرتها ولا على السنة اللي دقعت من عمري بسببك كنت فيين ها؟ كنت فيين وانا محتفالك كنت فيين وانا بموت في البيت لواحد جاي اللي دلوقت ها؟ توقتها بحرب الدنيا كلها عشان اشوفك وخليك تسامحيني بس محدش كان عايز نوصلك وباباكي كان بيمنعني معرفش اكون في البدل اللي انت فيها من غير ما اشوفك سفرت لمعرفش موضوع الحادثة ده غير من شغرين بس لما ارجعت ولو كنت تعرف موضوعك جهاز ده كنت منعك وتمنعك انك تنسيني وانا اهون علي انك تكرهيني وانا تنسيني يا جميلة انا نسيتك عشان عارف اعيش عشان عارف اتنفس كان هايلة علي اسيب كل حاجة وهرة بس نبوي كان زامبوي اقولك على حاجة يا نادر انت تستاهل انك تتنسي بس انا مستاهلش الوجع اللي انت واجعته وبين اقلك بقى ان انا متوقعتش اقتر مني خصوصا ان انا كنت السبب فيه انا كمان حاولت انساكي على فكرة وتهيالي ان انا بنساكي فعلا حد ما شفتك بس يا بني حاولت فيها بس زنجرت معايا زنجرت؟ ايوه انا غلطان لا ماشي معك اصلا الله الله يا نيك دوري حصل خير يومها عارفت ان انا عشت بحاول اكتب على نفسي عشان اعرف انسا انا حاولت اعرف غيرك على فكرة كلهم كانوا كويسين جدا بس كان فيهم مشكلة واحدة بس انهم ما كانوش انتي انا عايدة امشي ممكن؟ لحظة ما شفتك بس حسيت ان انا عايش والبي بدوق طب بص بك انا مش عايدة اشوف وشك تاني ولا حتى صدفة انا بكرهك بكرهك وعمري ما هزمك موسيقى 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 ايه قلت لها؟ ايه اللي حصل؟ كل اللي إحنا عملناهش ما تدعها ليا بعد عاني هي كان عندها أنا ما انفعهش يا ماني لو أنت ما تنفعهش يا نادر ما كانتش جميلة حبتك مرتين مرتبي؟ مرتبي؟ لأستاذ مهل المحامي عايز حضرتك مبروك يا مرتبي كل حاجة أرجع زي ما كانت وادي يا عقود شركتك رجعت لك واي العود شوفها بنفسك عشان تتأكد يحيت نزلن كل حاجة حتى ورثه شركة ايه يا عقود ايه؟ ايه انت خليف دي؟ الشركة ما هي معايا هي راح بفين؟ أنا أفهمك يا بابا بابا؟ بابا من ايه؟ انت انت ايه اللي دخلك هنا؟ ايه ده بس انا يا حي ابنك؟ ابني؟ ابني من هنا ههه؟ أنا معرفقش أنا معديش غير ابني واحد اسمه يوسف ازاي؟ يوسف! ازاي؟ اطلع برا! اطلع برا! اطلع برا بقولك اطلع برا! طب ايه ده خلاص؟ انت كمان اطلع برا! مرتبي برا! اطلعوا برا! اطلعوا برا! اطلعوا برا! اطلعوا برا! اطلعوا برا! نش! موسيقى موسيقى تبليه هنا طلع برة طب افهميني بس اسمعيني وبعدين حكومي علي وحيات اللي بيننا يا جميل اللي بيننا ده انا هرميه فقا عفان زبالة اتي ازاي بك حاك ده ازاي جاي لحدنا كأنك بعملتش اي حاجة انت بجد مريدة ولازم تتعالج يا مارين مات يا ستتي عندك حق في كل اللي بتقوليه بس لما هتفهمي اللي حصل هتعذريني اعذرلك على ايه على انت كدبت علي وخلتلي ازاي الحوارة مش فهم اي حاجة ولا انك رحت اتفقتي مع علي ده انت اللي وحيدة اللي اقتمنتك على سري تعملي في ايه كده تستخدميه ده انت يا مارين انا ما عملتش حاجة افهمي الموضوع مش كده انت زاي كنت شايفاني هابلة كده انت زاي جالك قلب تعملي في ايه كده ما صعبتش عليكي بلش ما صعبتش عليكي ما عرفتش من نفسك ده انت حتى مندمتيش انت اللي زاي خسارة فيهم حتى العتاب مين قالك ان انا مندمتش وما فكرتش مئة مرة اقولك الحقيقة بس في كل مرة كنت بفكر بلقي اللي ان اعملوه ده هو الصح اديني فرصة فهمك عشان خطري نادر لما شافك يومها في النادي انت ويوسف مع بعض كلمني وطلب يقابلني يعني انت عندك السادة تعمل اي حاجة عشان ترجع لها؟ انا ممكن اعمل اي حاجة بس اشوفها بس بس الموضوع مش هيبقى سهل اعمل اي حاجة طيب بوس يا سيدي جاميلة ما بتكرهكش عشان هي مش فاكراك اصلا يعني ايه؟ ياه عملتي كل ده عشان خطر يوسف ايه فاكراني مش عارفة؟ اهي ابدا انت صاحبتي واكتر واحدة افشاكي في الدنيا هزي انا عارفة ان انت بتحبي يوسف من وحنا في الجامعة ولما انت عارفة ما اتكلمتيش ليه؟ مبعدتيش عنه ليه؟ ليه سايباني اتعذب وانا شايفة بيحبك انت وصد عناية؟ زي ما انت ليك عندي حساب انا كمان ليه عندك حساب يا جميلة لأ انتش هتحاسبيني على انه محبكيش الحب مش بالعافة الحب مش بزرار يا ماريم انا مش هتحايل عليه عشان يحبك انا طول عمري بعمله على انه اخويا وحتى لما طلب يتجاوزني ما جيتش قلتلك يا ماريم بالعكس احترمت مشاعرك جدا وروح تقولت له ان احنا اخوات ما تجيش بقى دلوقتي تقليم الترابيز علي لأ انا يمكن اه قزيت نفسي وقزيت يوسف انما انت انا عمري بقزيتك يا ماريم ده الفرق اللي مابيني ومابينك انت خلتني زيك زي نادر بالظبط انا كنت ابقى خاينة بجد لو سبتك تمشي تايها في حياتك بتتحوي الواحدة انا نفسي معرفهاش من غير حتى ما حاول اساعدك انا اسفل وكل اللي انا عملته ده جرحك تاني بس انا عملت كل ده عشرة خطر بحبك وعلى فكرة نادر كمان بيحبك بتوشوشي يا بقى اه يكون فلوس لابنك يحيا فاقي يا يوسف وندمين على اللي هو عمله اه ايه حاجة عظيمة جدا جود فرهم انا بكلم بجد والله ايه انا حاسة ان احنا محتاجين نساعده ولا يا سرق انا واثق ان لو في حد يقدر يساعده فهو حضرتك انما انا ما اعتقدش ان انا اقدر ساعد يحيا خالص هو ايه يا ابني العند ده ده مهما كان اخوك يعني حتتبره منه وبعدين انت عارف انا كنت اكتر واحدة مجروحة من اللي هو عمله ما بصراحة بقى هو ده اللي لم استغربه يعني مش قادر فهم بعد كل اللي هو عمله جاي عادي يمسمح ايه وكمان بتدفع عنا عصارة عشان بحبه يا يوسف بحبه كده زي ما هو كله على بعضه بحبه هو بيزعق وهو بيدحك وهو بيجعجع وهو متضايق هو مفيش حد فينا اشتار ومفيش حد فينا ملك كلنا فينا الاتنين بحبه كده بحبه كده بابا انا انا مخينش قط ولا كلمة انت استسهلتي وخونتي الامانة انت مخفتيش خالص كده مخفتيش ان الجهاز يبقى ليه مخفتيش ان عامك مراد كان ممكن يموت بسببك هو فعلا كان هيموت انا كان لازم اساعدك ساعديب ايه؟ بالكدب؟ بالوهم الجهاز ده وهم جميل انت حبيتي تصدقيه عشان اسهلك بالمواجهة بابا مش كل الناس اقوية زينا ومين قالك ان انا قوي؟ هو بس ربنا بيدي كل واحد على قد احتماله انا اقولك انت عملت ايه؟ انت عرضت ارادة ربنا الخير والشر اللي بنقابلهم في حياتنا دول ناصبنا من الدنيا طب ايه اللي خليك ما تكملش الجهاز بعد ما بدأت فيه؟ لان ساعات الواحد بيكتشف بالصدفة قد ايه هو كام الشايف؟ وان اللي دايما بنحاول ننساه قهوة كتير من اللي احنا عايشين فيه عشان ذكرياتك مؤموك هتحلو انما ننسيت عشان يتوجعت يا بنتي ذكرياتنا دي هي اللي عملتنا احزننا وافرحنا هم اللي بيشكلوا ملامحنا مينفعش نهرب منهم لازم نواجههم ونبقى اقوى ما نخليهمش يكسرونا كنت فاكرة اللي مقدوسها على الظرور ده هبقى اقوى كنا مكنش عارفة الداي بأسبب كسريتي تاينة مالش يا بنتي حقيقة لي انا اللي غلطان انا اللي عملت فيكي كده معلم تكيش ازاي تواجهي احزانك عشان كده حاولت تهرب منها انا آسف يا بنتي يعني ايه يا يوسف انا وش فيها الحاجة انا ليا ابن غيرك طب هننزام الشكل وانا كبرت وخرفت انا قلبه هجعني قوي يا يوسف في حاجة دايا عملني ازاي اشوف ابني وهرفوش يوسف يا ابوحشي يوسف طب ازاي اشرحك اللي يحصلني ده هفاهمك يا بابا هحكي لك كل حاجة وحنرجع كل حاجة زي ما كانت واحسن الله ما تخافش حبيبي ما تخافش ما تخافش ما تخافش بص انا اسفة والله العظيم ما كانتش قصي انا مكنتش عارفة الموضوع هيوصل للدرجات دي هو انت يا عالك كان فينه وانت تعمليه الهابا ده مفكرتيش ثانية طب يستي انت حرة في نفسك احنا مانا انا كنت فاكرة لما ينسى هيرتاح بس انا طلعت غلطانة انت وشوتيش حالتك اتعاملة ازاي ده كانت عبين بجده والله العظيم اللي انت عمتيدة جريمة انا لولا العيش والملح والله اللي انا عارفاك كويس يا جميلة كان حيمقليه تصرف تاني خانص تجاهل حد هنا برجلك انت ايه بجحة واقسم الله احبسك هدفعك تامل اللي عملتي ده غالي اوي يا جميلة واللي انت عملته فابوك ومين هيدفعت امن انا كنت جاي عشانك انت عشان تسامحيني لكن مش جاي عشان حد تاني قول لي انت قول لي انا عمل في نفسي كده قول لي قول لي اعلام اهدى مرات اهدى عشان خطري ما تخافش هتفتكر كل حاجة وحترجع زي الأول وأحسن لمرات الجهاز مش بيمحوا الزاكرة الجهاز بيرحل حاجات من العقل الواعي لعقل الباطن صدقني هترجع أحسن من الأول حاول بس تركز واحدة واحدة كده أنا أعمل في ابني كده أعمل في حفيدي كده أنا قسيت عليهم كتير أول أنا اللي عملت كده فيه كائدني قلش قلش عشان خطر ما تجهدش نفسك واحدة واحدة أنا أسفة همك المرات كنتش لازم موافر حقك علي تبال كي تزم في حاجة أعجل اللي اخترت انه نعمل كده كان وحشا أنا ما قدش عارف ان أنا بحبه هاوي كده لما شفته لسأت ان روح تردتلي انت صعب انت صعب سامحي مش غني مفروضة سامحكي احي بروح لأطلب منه الهولي سامحك عشان ولا أنا ولا متنقدر أبدا نهيش من غيره يوسف يوسف مفروضة سامحكي مفروضة سامحكي مفروضة سامحكي في ايه؟ في ان انا اسماحيلي اوادك عن كله انا عم انت فيك ايه؟ صابان عليك ولا ايه؟ صابان علي يا عبيطة يعني اعمل ايه اكتر من كل ده عشان تفهمي ثم وفي واحد يتجاوز واحد عشان صابان عليك طيب يعني ومال ايه اللي حاصل؟ فاهمك اللي حاصل بص يا ستي ساعات الواحد من كتر ما هو بيكون عايز بني ادم بالعافية فيفضل يجري وراها زي المعتوبة ما بيفكرش وانا بقى كنت باجي ورا جميلة سنين من غير ما افكر اذا كان منظرية قدام الناس ولا اذا كانت هي بني ادم المناسبة لي ولا اذا كانت حتى هي اصلا بتحبني ولا بتحبنيش وفي نفس الوقت ربنا بيبحث تؤتمن بني ادم لحاجة اللي ممكن تسعيده بس انا عشان بني ادم معظم الوقت حمار ايو عجبتك حمار لا انا استعمارت ما هيك كتير الصراحة يعني ومش بس كده يا ستي ومركب لنفسي عارفة اللي هي اللي بيحطها على عيني الحمار دي انا مش عارف اسمها بس ليه مش عارف يبص يمين ولا شمال انا مش عارفش يشوف بقى الحاجة الجميلة البديع الفضيعة الرئيئة اللي اصاد عينه اللبسة اسو بناقاتها ايوة يعني انت عايزني عشان اكتشفت ان جميلة وتنفعكش لا يا حمار انت كمان انا فعلا عايز جميلة بس جميلة ربناك اتبهالي ان شاء الله هتسعدي وانت بقى اجمل واحدة في الكون انا بحبك انا كمان وانت كمان ايه مرة واحدة نمسي اسمها انا كمان بحبني جدا اصلا شخص لطيف انا حاكون بحب مين في حد تالت معنا يا حمارة بش بقولك حمارة اقولك انا عملك زي جاول افلام طمحنا كده اه بحبك بحبك اهو ابو يا اسمعني وام حسن وكل مصر ايه ايه احبلك مية بسكر احن لسا بنسمي الله لا ايه لا متعياتش اجمل كده اجمل اه اجمل ايوة بس 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 احبك والله كلها يبقى حلو وانتضلع وانتبسل وانتجاوز وانتسافر ايه اه انا شخص رطيف هتعرفين ان شاء الله ايه اتفضلوا اتفضلوا نوارتوا بيتكم يا دومة والله العظيم انت مش فاهم انت وحشني يا قرد يا صغير ازاي وجده لما يشوفك حيقطعك بوس انت وحش لكلنا والله العظيم نوارت يا صرف بيت خبيبي ما تخش يا حبيبي انت مكسوف انت جاي تخطب يا حبيبي خش يا باب خش لاتي محرى بقوي وانت داخل البيت مش ده نفس البيت اللي انت كنت عايز تمده من كم يوم اه ما تنحش بقى اصحيح بقولك ايه عايزك تشوفلي في الشركة مكتب كمير ياليق بفنان محترم زي عشان اقررت اللي انا اجا شيلها انك الهم شوية في الشركة يبقى عندك وقت تسافر وتبسط اه زي اخويا برضو يعطي قورت بيتك حبيبي قورت بيتك اها يا عم اها حبيبتك جات اهيه دادة دادة يا نور ايه دادة يا قلبي دادة من جوا نوارت البيت نوارت الدنيا كلها هاشتيني يا ممكي هاشتيني يا ممكي هاشتيني يا ممكي بنك اكتر جدو جدو انا لبكون جدو ممكن ان تخصيب نشتاني وتلاب معي كتير حضر حضر المترجم للقناة المترجم للقناة ايه؟ الجميل بتاعنا ماله انت كويس يا جميلة انا قابلت نادرة على فجرة نادر بيحبك اوي جميلة قدمة بعض وحكى لي كل حاجة باجل ندمان وحبك اوي اصله مش معقول هيعمل اللي بيعملوا ده الازا كان بيحبك ياه انت؟ انت يا باب اللي بتقول كده؟ انت اكتر واحد شفت اللي حصللي انت اكتر واحد بتكرهه اصله يا بنتي انا بكره اللي بيكرهك انما اللي يحبك احطه في عنايا ونادر حقيقي بيحبك لا يمكن يعمل اللي هو عمره ده الا اذا كان بيحبك وانت كمان بتحبيه على فكرة بس بتكابري يمكن محبتش غيره انا خايفة ارجع قصك فيه تاني خايفة حب دي خليني ضعفة وانا مش عايزة بقى ضعيفة يا بابا مين قال ان الحب ضعف يا بنتي الحب ده منتهى القوة اي حد يقدر يكره لكن مش اي حد يقدر يحب ونادر فعلا بيحبك طب وانا اش ضماني انه مش هيخني تاني لا مفيش اي ضمان هيعملك اقرار في الشهر العقار يعني وده مفيش ضمان ضمان هنا اسألي قلبك شوفي هيقولك ايه واللي يقولك عليه قلبك هامل ايه وفي كل الاحوال يا راحي انا جانبي يكون معك اي قرار هتاخديه هاكون معك يلا اسبع على خير واحلام سعيدة بس متكذبيش على نفسي كنت بتحلمي كمان يا ح irgendw يلا ياسطا با يلا ياسطا با quantidade عزين ستيلة من العربية انا تعبت عاصل ايه اللي هي هيزر استخييف ده انا قلبك لو يقف ألف السلام على قلبك OL مت고 دي و Truman جبك هنا باحبك استهف الله العزيم يا رب احنا مش عافلنا الموضع ده خلاص لا اما انا فتحته مع بابا تاني أنا مش عارفة زي أنت قدرت تكنوه بعد لين تعملته ده أنا تقدمت زمانه وأقنعته فالمرات التانية كانت بالنسبة لي سهل لخلص آه ده أنت الاستثراف إيه معاك أنت ممكن تاخد سكة بقى كده وتمشي؟ ما خلاص بقى جميلة بقى خلاص بقى يا ستي أنا أسف بقى والله العظيم أسف على كل حاجة والمفروض اللوقت يعمل إيه؟ أخذك بالحضن وقل لك خلط كل حاجة تمام؟ لا 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 خلي الحضن ده بعدين بس يعني أنا هقولك حاجة بس أنت مش كذبتي مرضى على باباكي يعني أنت عايزة بابا يجي أقولك دلوقتي أنا مش عايشوفك تاني ده ظلم ده وبعدين أنت مش قلت بنفسك أن البني أدم لو ندم يبقى بني أدم كويس أي أنا قلت كده بس أنا ما كنتش عارفة ساعتها دك بتشتغلني وتضحك علي عشان خايف أخسارك والله خايف أقولك الحقيقة بس يا جميلة مش أكتر أنا كنت مرعوبة أخسارك والله وبعدين يا ربنا أداني فرصة تانية عشان أصلح غلطتي مش عايزة هي استغلها يعني مش عايزة هي نسبتلك إن أنا بقت بني أدم كويس وإن أنا والله العظيم بحبك والله أصلي ما بحبكش أنا يعني كنت بفلرت عادي كده تفلرت بيا كده كده تلعبي أولاد الناس وبعدين أنت كدابة أنت بتموتي فيا ولو استخدمت الجهاز ده مرة واثنين 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 أنا خليك تحبيني كده أنت مغرور يغط مانا لأي حق أدغط مانت حابتيني مرة أين واثنين 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 ها فيه كده أنت عرف لو كنتبت على أية مرة كبانا أعمل فيك إيه؟ تعمل إيه؟ أنت عارف عامل إيه؟ أعمل اللي أنت عايزيه أنا هناستيك نفسك أنت شخصياً وأنت عارف أنها مجنونة وعملها أحقك هو مين فين لك نجاب السواتشة ثلاثتين تعت التنس؟ أنا طبعاً يا بنت يا كنت أسرف عليك أنت ناسيا بس مين إن شاء الله والله كنت أقول لك كل حاجة طب سوال تاني ثوالي نطلع إيه بس قلت لإيمة دي بقال إيه مش قلت إيمة والله يعني أنا أنا جاي وعمل أقول لك كلام حلو كنت باعيط للراجل أيوة صراحة فاتي ايه ده ايه ده ايه ده تعالي 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 إيه ده إيه ده خلاص بيعاً خلاص طب تعالي أمسح بقى أنا أسيبيني أنا أمسح بقى أنا نلاقي اللي يطبق وعينة في وجعنا المعجزة في أهلنا في صحابنا في اللي بيحبونا يا ده دولي مبروك يا حلوين مبروك بفضل بفضل أه 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 ‫مبروك طبعاً تمام لدي أه إز kangORE تحقن الله متطبق ey نعم محاون من tax مرض أه أه يا صريح آه ، بعد ثم أحب شكرا